يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في العالم يوم جديد وبداية حلقة جديدة من عشر الصبح في الاهلي اكيد هنتكلم مع حضراتكم فيها في موضوعات كتير جدا تهمكم في البداية بس عايز اعرف حضراتكم ان النهواند لان يعني عندها ارتباط عائلي ما نتج عنه ان هي مقدرتش تكون موجودة معنا النهاردة بكرا ان شاء الله تكون موجودة وتنور الدنيا وبالمناسبة برضو قبل ما ادخل مع حضراتكم في سياق تفاصيل حلقة النهاردة عايز اعرفكم ان نبارح كنت انا وان هيواند ضمن الحاضرين طبعا برتوجه اكيد بالشكر للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اللي بعتت لنا دعوة كريمة عشان نحضر جلسة استماع لمنقشة تعديلات قانون الرياضة الجديد كانت جلسة مثمرة جدا حقيقة شفنا من خلالها يعني اراء واراء مضادة وكان في شد وجذب وكان في هات وخد وكان في اختراحات مهمة جدا وبناءة وطبعات الحال مفيدة جدا يعني اقتراحها كل الحاضرين كان فيه كوكبة من العاملين في حق الاعلام الرياضي والصحافة الرياضية والصحافة بشكل عام مجموعة من المسؤولين كمان كان على المنصة كابتن حسام غالي وكابتن حزم امام وطبعا القائمين على ادارة هذه الجلسة جلسة الاستماع اتقال فيها كلام مهم جدا الحقيقة واكيد برضو يعني ان شاء الله لو جاءت فرصة كافية انا بقى اتكلم مع حضراتكم في تفاصيل ما قيل كل واحد يعني قال اللي عنده كل واحد قال اقتراحاته رؤيته تحفظاته كان فيه اريحية كبيرة جدا ملموسة في الكلام كان فيه ديمقراطية واضحة في جلسة الاستماع اتمنى ان شاء الله كل الاقتراحات اللي اتقالت او اللي اتطرحت يعني يتم تفعيلها ان شاء الله اكيد بعد دراستها ومنخشة حجم ومدى جدواها بس هي الحقيقة كل الكلام اللي اتقال كله مجدي وكله مفيد وكله بيكلم باللسان حال المواطن العادي بالصفة عامة والمحب والعاشق للرياضة وكرة القدم بصفة خاصة كلام كتير في المنتهى الاهمية الحقيقة بارح اتقال على كل الاحوال احنا كمان في حلقتنا النهاردة هنقول كلام لن يقل اهمية ان شاء الله وحنعرف حضرتكم كل المستجدات واكيد هنتابع معاكم لحظة بلحظة كل ما هو متعلق بكواليس وجود بعتة النادي الاهلي طبعا في طريقهم او مشوارهم في منافسة هذه النسخة من كأس العالم للانديا دي المرة التالتة على التوالي للنادي الاهلي والمرة التامنة عبر تاريخه في الساعة التانية من حلقتنا النهاردة حيكون عندنا اكتر من فقرة حوارية الفقرة الاولى حينورنا فيها الاساس محسن لملوم الناقد الرياضي الفقرة التانية حيكون مشرفنا فيها كابتن صديق الجمال نجم النادي الاهلي السابق واخيرا وليس اخيرا الفقرة التالتة والاخيرة هتكون فقرة طبية موسى انجلة مع دكتورة ايمان المراجبي تعالوا بقى ندخل في الموضوع مباشرة ودايما البدايات بتكون في المنتهى الاهمية لان هي بداية لمشوار اخر لقب وبطولة فاحنا ان شاء الله باذن الرحمن بكرة عندنا بداية منافسات كأس العالم للاندية وزي مطلت سأقول لحضراتكم من شوية دي اكيد مباراة مهمة جدا وثقتنا اكيد كبيرة في كل العيدة النادي الاهلي وجهاز الفني ان هما حيقدموا مستوى يليق بالنادي الاهلي وبتاريخ النادي الاهلي وان هما حيسعدوا جماهير النادي الاهلي في كل مكان ان شاء الله بالمناسبة امبارح الكابتل محمود الخطيب رئيس النادي وطبعا هو رئيس بعتة الفريق كان حريص جدا على الاجتماع بكل اللعيبة اتكلم معهم بكل وضوح عن اهمية هذه المشاركة العالمية للمرة التالتة على التوالي والتمنى في تاريخ النادي وشدد على اهمية بداية مشوار الفريق في هذه البطولة باداء قوي جدا واحراز نتيجة طيبة تدفع النادي الاهلي الى الدور التالي في هذه النسخة من المونديال اكد كمان على ثقة كاملة في كل عناصر الفريق وفي جهاز الفني وفي اللعيبة وثقة على انهم او في انهم حيبزلوا اقصى جهد ممكن ويقدروا المسئولية الملقاة على عاطقهم ويقدموا بالتالي مستوى يليق بالنادي الاهلي وبتاريخه ويسعد جماهيره التي تستحق الكثير على حد تعبير كابتر محمود الخطيب لا سيامة وانها دائما ما تقف خلف الفريق وتسانده في كل المواقف وفي كافة المحافل الرياضية طالب كابتر محمود الخطيب لعبة النادي الاهلي بانهم يركزوا في اللعب وانهم يلعبوا بروح الفنان للخمرة كما هي عادة فريق النادي الاهلي وان يكون الهدف الاساسي والوحيد هو الوصول في هذه البطولة الى ابعد نقطة ممكنة وتحقيق انجاز جديد يضاف الى رصيد النادي الاهلي في المشاركات العالمية طبعا مجرد وجود كابتر محمود الخطيب كرئيس لهذه البعتة ده في حد ذاته اكيد بيبقالوا دايما انعكاسات طيبة وبيحمل اللعبة المزيد من المسهولية وان كانوا هما الحقيقة دايما متحملينها بما يكفي لكن ما فيه شك ان وجود ايقونة زي كابتر محمود الخطيب يعني بيدي حافظ استثنائي دايما لكل اللعبة تعالوا بقى نروح لتفصيلة مهمة جدا ولاد النادي الاهلي هم يعني دايما النموذج للالتزام وللوفاء مهما كانت اغراءات المال او غير المال اي حاجة ممكن تبقى مغرية عشان يسيبوا من خلالها النادي الاهلي بنقول ان الكلام ده ما ينطبقش الحقيقة على لعبة النادي الاهلي باي حال من الاحوال ليه بقول لحضراتكم الكلمتين دول بقولهم عشان حارس مرمى مخلص للنادي الاهلي ولتشارة النادي الاهلي ابن النادي الاهلي محمد الشناوي مبارح كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي اتكلم وكشف عن تلقي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق اكتر من عرض احتراف خارجي خلال الفترات الماضية ابرزها من نادي النصر السعودي وكمان نادي ويجن الانجليزي قال ان محمد الشناوي وضع مصلحة النادي الاهلي اولا وقبل اي شيء واثر مصلحة فريقه بالرغم من قيمة العروض اللي تلقاها وده شيء يحسب لهذا الحارس الكبير وكابتن النادي الاهلي اللي الحقيقة ضرب مثل محترم في الاخلاص لناديه وتقديره لحاجة الفريق لمجهوداته واسراره على الاستمرار في مواصلة المسيرة وتحقيق المزيد من الانجازات للنادي الاهلي مع النادي الاهلي وبالتالي اسعاد جماهيره كابتن سيد عبد الحفيز قال كمان ان الروح اللي تعامل بها محمد الشناوي وانه ما تأثرش باي حلم الاحوال بكل الاغراءات المالية بتعكس قمته الكبيرة عند الاهلوية مسؤولين وجماهير وزملاء وان ده رد فعل يعني يكاد يكوننا مزاجي تجاه هذه العروض وفي هذا التوقيت بالذات وستظل دائما محل تقدير عند كل قيادات النادي الاهلي واكيد في مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب اللي قتنى هو الاخر على محمد الشناوي بشدة وزي ما قال كابتن سيد عبد الحفيز الحياة الشناوي وغيره من ابناء النادي الاهلي المخلصين دايما بيتعاملوا بمنطق مصلحة النادي الاهلي أولا وأكد في نفس الوقت على يعني التعامل الديمقراطي الكامل من جانب النادي الاهلي ومسؤوليه والحفاظ على حقوق كل اللي عابين في كافة الاتجاهات فإحنا بدورنا لازم نقول محمد الشناوي شكرا على إخلاصك شكرا على تفانيك شكرا على إحساسك بالمسؤولية اللي انت متحملها وشكرا على ولائك وانتمائك مش بس لهذا الكيان المحترم كمان لجماهير هذا الكيان المحترم فعلا قائد فريق محترم كابتن محمد الشناوي يستحق نقب ابن الاهلي البار كل التأدير وكل المحبة وكل التحية من كل الاهلوية لمحمد الشناوي اللي موقفه أكيد ما يختلفش عن موقف أو عن مواقف كتير من لعيبة النادي الاهلي اللي بيقدموا نفس النموذج في مثل هذه النوعيات من المواقف دايما بنشوف من خلال ردود أفعالهم قيمة مهمة جدا تخلينا نتطمن على مسيرة الفريق تعالوا بقى نروح لاستعدادات النادي الأهلي لمنافسات كأس العالم للأندية مبارح كان فيه أمطار شديدة الحقيقة في مدينة تطوان المغربية وحرصا على سلامة اللعيبة وخوفا من تعرضهم لأي نازلة برد مش وقتها وأجيد مش مستحبة مستر مارسل كولر يعني نقل كل فقرات الميران الجماعي واستكمل اللاعبين بعض الفقرات التدريبية داخل غرف الملابس والجيم كمان الملحق بملعب المباراة كمان عقد محضرة فنية بالفيديو مع اللعيبة في مقر إقامة بعتة النادي الأهلي وعرض المزيد من الفيديوهات لفريق أوكلاند سيتي اللي حنواجه إن شاء الله في أول لقاءتنا في هذه النسخة من البطولة واتكلم مع اللعيبة حول نقاط القوى والضعف في الفريق المنافس وده كله أكيد في إطار الاستعدادات وتجهيز اللعبين للمباراة المرتقبة بين الفريقين في الدور الأول لمنافسات كأس العالم للأندية غدا إن شاء الله بمدينة طنجة المغربية وأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق تعالوا بقى نستعرض سوا إيه اللي حيتم النهاردة إن شاء الله الفريق النهاردة الظهر إن شاء الله حيختتم تدريباته على ملعب ثانية الرمل في إستاذ تطوان استعدادا لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي التدريب حيكون مفتوح أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة فقط يعني الربع ساعة الأولى من التدريب وده طبعا وفقا للقواعد المنظمة لبطول الكأس العالم للأندية بعدها حيتغادر بعتة الفريق مدينة تطوان المغربية في الثالثة أصرا للمبيت في مدينة طنجة اللي بتبعد حوالي ساعتين تقريبا عن مدينة تطوان كمان حيتم عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي الساعة السادسة مساء وده النهاردة إن شاء الله على استاذ ابن بطوطة في طنجة للتأكيد على بعض الأمور التنظيمية لهذا اللقاء وطبعا بيحضر الاجتماع الفني المهندس خالد مرتجي رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية وكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرب النادي والطاقم الأداري للبعتة وستحدد اللجنة المنظمة فيفا في هذا الاجتماع الفني اليوم إن شاء الله كافة الإجراءات التنظيمية والتنفيذية للتأكيد كمان على زي الفريقين وبعض التعليمات الإدارية للفريقين أثناء هذه المباراة كمان مفترض إنه حيتم تنظيم زيارة لملعب ابن بطوطة خصوصا إن الفريق ما خدش عليه أي تدريبات قبل كده وأكيد على شاشة النادي الأهلي إن شاء الله حينوافي كل حضراتكم بالتغطية أولا بأول وعلى مدار اليوم إحنا عارفين إن فيه ناس كتير يعني شبه مع الطالة حياتها بس عشان تتابع يعني التفاصيل المتعلقة ببعتتنا وأكيد تتابع مطشوط النادي الأهلي في هذه النسخة من الكاس العالم للأندية وفي إطار منفصل حضرات بعتة الأولمبياد الخاص المصري اختتمت بالأمس معسكرها المغلق ضمن الاستعدادات للمشاركة بالألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والمقرر إقامتها في مدينة برلين الألمانية إن شاء الله في الفترة من 12 حتى 26 يونيو المقبل مصر حتشارك ببعتة مكونة من 109 فرد عبارة عن 69 لعب ولعبة و37 مدرب ومدربة لتمثل مصر فيه 15 رياضة مختلفة كرة قدم، كرة سلة، تنس طولة، تنس أردي، ريشة طيرة، جنباز، جودو، فروسية، رفع أثقال، بولنج، بوتشي، دراجات، سباحة، ألعاب قوة، هوكي أردي بالإضافة طبعا لمشاركة مصر فيه مؤتمري الشباب العالمي للعابين القادة المقامين إن شاء الله على هامش الألعاب وطبعا المؤسكر المغلق هدفه كان الكاميوم اللي فاته هو يعني وضع برنامج معايشة للعابين وكويس فعلا إن احنا بنستعد من قبلها أو فترة كافية يعني لحدث مهم زي ده الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أكبر الأحداث بالأولمبياد الخاص الدولية بيشارك فيها أكتر من 7000 لعب ولعبة و2500 ومدربة من أكتر من حوالي 170 دولة مختلفة حول العالم بطولة كبيرة جدا أكيد يهمنا إن احنا نحقق فيها إنجازات ونشرف بلدنا كالعادة طيب دي كانت درجات الحرارة في محافظات مصر المختلفة لليوم خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام تفضل ديما حضراتكم تابعتوا معنا أجواء ممطرة في تدريب الفريق الأول لكرة الخدم بالأمس في مدينة تطوان المغربية العيبة كانوا غير قانين ربنا يستر بس ما يكونش حد فيهم لقد دور برد كده ولا كده وبعدين كهرباء بصفة خاصة ما ينفعش يعني يتبلي حضراتكم عارفين الكهرباء مع المياه ممكن تعمل قفلة كبيرة على كل الأحوال تعالوا بقى نشوف إيه آخر الأخبار والمستجدات فيه فرق النادي الأهلي المختلفة وفروع النادي الأهلي المختلفة مع زميرتنا العزيزة سالة حامد ومن مرة برضو تعرفنا الدنيا ماشية زي النهاردة في فرع النادي الأهلي بالجزيرة سالة صباح الفل عليك يتفضل يحل سمعينك صباح الخير يا كريم طبعا بصبح على كل مشاهده امتبعي شاشة قناة ندي الأهلي في كل مكان يوم جديد وحلقة جديدة من عشر الصبح في الأهلي وزي ما أنت قلت يا كريم يعني حاليا الانية تغدى داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نقولكم يعني أبرز الأخبار والأمور المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرق الرياضية يمكن خلني في البداية قبل ما تكلم على جميع طبعا فرق الرياضية خلني أقول لكم وأنقل لك يا كريم طبعا الأجواء هنا داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة زي ما أنت قلت يمكن طبعا الأجواء يعني شوية هادية في عدد بسيط من أعضاء النادي الأهلي طبعا في الفترة الصباحية ومع اقتراب يعني يعني المعاد كل شوية كل شوية لما الوقت بيزيد بيزيد عدد أعضاء النادي الأهلي داخل المقر كمان يعني بالنسبة للتمرين في يعني الجميع القطاعات دي بتكون بتتأجل يعني في التوقيت ده ليه بالليل بسبب طبعا يعني وجود المدارس والجماعات فيعني الأجواء هنا هادية إلى حد ما داخل المقر كمان يعني بالنسبة لدرجة الحرارة يعني فيه شوية يعني جو برد هوا يعني جديد كمان فطبعا يمكن ده بسبب من الأسباب أنه متواجد عدد بسيط من أعضاء النادي الأهلي داخل المقر خلني بقى روح لجميع الألعاب الأخرى وأنقل لك يا كريم وأنقل لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي أجواء ويعني الأمور المتعلقة بجميع الفرق الرياضية وطبعا استعدادهم لجميع المباريات الفترة القادمة وإن كانت دي معاكم بأخبار الفريق الأول لكرة السلة رجال تحت قيادة مستر جاستي بوش المدير الفني الأسباني لفريق النادي الأهلي ويمكن طبعا زي ما احنا عارفين أنه لعيبة كرة السلة بيوصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي وكمان يعني جميع مبارياتهم في بطولة دوري السوبر لكلها تدسلة بشكل طبيعي مبارح كان عندهم مباراة مع نادي مصر التأمين في بطولة الدوري وانتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 79 واحد وخمسين ويمكن دي كانت المباراة الأقيمة ما بين الفرقتين على صالة مقاولين العرب في مدينة نصر لأن ده يعني يقاودين مباراة في الدور التاني مباراة الدور الأول كانت على الصالة بتاعتنا صالة أمير عبدالله الفصل داخل مقر نادي ومباراة الدور التاني كانت على الصالة الخاصة بفريق مصر التأمين وهي صالة المقاولين العرب في مدينة نصر النهاردة ان شاء الله الفريق هيكون في راحة سلبية كريم من التدريبات وبكرة ان شاء الله هيرجعوا للتدريبات الجمعية عشان يستعدوا بشكل خوي للمباراة القادمة ان شاء الله في بطولة الدوري واللي هتكون أمام نادي سموحة وهتقوم في تمام الساعة السادسة مساء على صالة نادي سموحة في مدينة الأسكندرية يوم الجمع وان شاء الله الفريق بعد تمرين يوم الخميس هتجه بالكامل الفريق والجهاز الفني هتجه بالكامل لمدينة أسكندريل لدخول في معسكر مغلق قبل المباراة طبعا بيوم عشان يدخلوا في الأجواء ما قبل إلا مباراة ويستعدوا بشكل قوي لمباراة يوم الجمعة ده بنسبة لي فريق كرة إلا سلة ان شاء الله كمان بعد المباراة تسموح يا كريم هيكون في توقف دولي لمدة شهر ونص بنسبة لي لعبي إلا نادي الأهلي لكرة إلا سلة بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم إن شاء الله الفترة القادمة وأول مباراة إن شاء الله في تصفيات كأس العالم هتكون مع نادي أو مع معفض من منتخب المغربي الفترة القادمة إن شاء الله الشهر المقبل فدي هتكون أول مباراة في تصفيات كأس العالم فإن شاء الله هيكون في توقف دولي المباراة هتتوقف في بطولة الدوري لمدة شهر ونص وبعد كده هيترجع المباريات بالنسبة للنادي الأهلي وهيتفضل بس ثلاث مباريات في الدور الثاني من بطولة الدوري وهي الدور يعني الإياب هتكون مع نادي الزمالك ونادي الجزيرة ونادي الاتحاد السكندري وبعد كده هيتم يعني المرحلة بتاعة الباست أوف تري طبعاً بالنسبة لترتيب الفرق من الأول للتامن ده بالنسبة لكرة السلة خليني بنا نتاجه وروح لفريق كرة طايرة الماسترز طبعاً تحت قيادة الكابتن ميدو مسلحي يمكنся النهاردة إن شاء الله كمان يا كريم عندهم تمرين الساعة 4 على صالة إستاد القاهرة في مدينة ناصر ويمكن يعني كابتن ميدو مسلحي قرر أنه ينقل كل التدريبات من مقر النادي لصالة إستاد القاهرة عشان كل المباريات يعني في المرحلة دي اللي هي الدور القبل النهائي منّ بطولة الدوري المصري للكرة طايرة يمكن كل المباريات على صالة نادي إستاد القاهرة فيعني خلى التدريبات أفضل تكون على نفس الصالة اللي عليها كل المواجهات وكل المباريات فالنهار ده إن شاء الله هتمرانه الساعة 4 ويوم الأربع القادم هيكون عندهم مباراة مع نادي طلاقع الجيش الساعة 4 هتكون على نفس الصالة صالة أستاذ القهرة وصالة 2 بالأخص ويوم الخميس كمان هيكون في مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة 8 وانساء وهتكون على نفس الصالة ودي هتكون آخر مباراة وختام الدور أو الدورة المجمعة اللي هتكون قبل النهائي لبطولة الدوري المصري لكرة الطيرة كمان رجال كرة الياد النهاردة إن شاء الله هيوصل تدريبات بشكل طبيعي في تمام الساعة الرابعة عصرا وده هيكون على صالة أمير عبدالله الفصل داخل المقر إلى نادي ولكن هلتدريب هيتم من غير يعني السبع لعيبة اللي انضموا ليه أو كانوا في صفوف منتخبنا الوطني في بطولة كأس العالم لكرة الياد عشرين تلاتة وعشرين يمكن خير نفكر سيدة المشاهدين يعني هم عبد الرحمن حميد في حراسة المرمى عبد الرحمن فيصل محسن رمضان مهاب سعيد أحمد خيري إبراهيم المصري وأحمد عادل لدولة يمكن دولكن كله كل اللعيبة النادي الأهلي اللي كانوا في صفوف منتخبنا الوطني المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة الياد عشرين تلاتة وعشرين وطبعا يعني اللي انتهت واحتل المنتخبنا الوطني المركز السابع في بطولة كأس العالم إن شاء الله مفترض إنه لعبة النادي الأهلي اللي كانت موجودة مع المتخب يا كريم هتنضم ليه لتدريبات الجماعية مع الفريق بعد ثلاث تيام مش قبل كده إن شاء الله عشان طبعا يعني يكرر الجهاز الفني إن هم يريحهم شوية بعد يعني بطولة كأس العالم فهنضموا ليه لتدريبات الجماعية كمان ثلاث تيام وإن شاء الله أول مباراة في بطولة الدور المحترفين لكرة الياد بنسبة ليه فريق اللي نادي الأهلي هتكون يوم تسعة ويوم عشر من الشهر القادم الأسبوع اللي جاي إن شاء الله يعني أول مباراة يوم تسعة هتكون مع نادي اسموحة ويوم عشر هتكون مع نادي طلاقع الجيش وده هيكون الدور الأول من بطولة دور المحترفين لكرة الياد كمان خليني أقولي سادة المشاهدين أنه يعني من لعبة النادي الأهلي يعني العديد من لعبة النادي الأهلي تقلقوا مع منتخبنا الوطني في بطولة كأس العالم منهم إبراهيم المصري واللي كان يعتبر أفضل مدافع في البطولة كلها مش بس في منتخب مصر في البطولة كلها برسيد خمستاشر بلوك اعتراض الكرة وسبعة ستيل هي تعتبر طبعا سرقة الكرة في لعبة كرة الياد فهو كان يعني بالأرقام أفضل مدافع في البطولة كمان يعني بالنسبة لأكتر تسجيلا للأهداف كان علي زين برسيد واحد واربعين نقطة ويمكن في المرتبة التالتة كان ابننا طبعا ولاعب النادي الأهلي محسن رمضان برسيد خمسة وتسعة وعشرين نقطة عفوا وكمان بالنسبة لحراسة المرمى عبد الرحمن حميد يمكن صد يعني واحد وثلاثين تصدي من أصل تسعة وتمانين يعني بدقة أو يعني بنسبة خمسة وتلاتين في المية كمان أحمد خيري بنسبة مية في المية كان يعني من أفضل اللعيبة يعني الدقة بتاعتهم في التصويب الأهداف فكانت النسبة بتاعته مية في المية فالحمد لله يعني كل الأرقام بنسبة لعيب النادي الأهلي كانت يعني ممتازة كانت أرقام كلها جيدة الحمد لله لابت نادي الأهلي يا كريم شاركوا يعني بشكل كويس وبشكل قوي مع متخبنا الوطني في بطولة كأس العالم استكملا لجميع أخبارنا النهاردة كمان خليني أقولك يا كريم أنه فرقة كرة اليد سيدات وكرة طايرة سيدات أيضا يعني بستعدوا بشكل قوي للمباريات القادمة يمكن سيدات كرة اليد عندهم يوم الخميس مباراة مع نادي الزمالك في بطولة الدوري وسيدات كرة الطايرة يمكن طبعا عشان يعتبر فيه توقف دلوقتي من المباريات يمكن شوية مرياحين فقرر الكابتن حمدي الصافي أنه يعني يكثف شوية التدريبات بالنسبة لي لعبات كرة الطايرة أو فتيات إلا ذهب أنهم يتمرنوا على فترتين فترة صباحية وفترة مسائية الفترة الصباحية هتكون الساعة 12 الدهر والفترة المسائية الساعة 8 وبعد كده إن شاء الله الفترة القادمة يمكن أول مباراة يعني بعد التوقف ده كله من المباراة ومن المواجهات في بطولة الدوري هتكون معنادي أصحاب الجياد في الدور ال 16 من بطولة كأس مصر وهتكون في مدينة الأسكندرية في تمام الساعة السادسة مساء وبنسبة لي بطولة الدوري إن شاء الله الدور الثاني المباراة كلها هترجع بداية من يوم 16 الشهر القادم إن شاء الله شهر فبراير وكمان يعني خلينا أقول لكم بنسبة لي قطاع اللي نشيئين الكرة القادم النهار ده يا كريم فريق نادي الأهلي 2005 هيواجه نادي الاتحاد السكندري في الجولة 19 من بطولة الجمهورية على ملعب الأهلي في فرع نادي الأهلي بمدينة نصر وكمان إمبارح يعني فريق الأهلي 2007 يعني كان فيه تعادل سلبي مع فريق فاركو ويمكن ده يعني المباراة أو المباراة دي كانت فيه الجولة 17 من بطولة الجمهورية والأقيمة ما بين الفريقتين فيه مدينة الأسكندرية طبعا على الصالة أو الملعب الخاص بفريق فاركو ويمكن دي كانت يعني كل الأخبار النهار ده المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرق الرياضية طبعا بتمنى يا كريم التوفيق لكل يعني فرق الرياضية داخل النادي الأهلي سواء الألعاب الأخرى أو طبعا الفريق الأول لكرة القدم بكرة إن شاء الله يعني فيه المباراة والافتتاحية في بطولة كأس العالم لكرة القدم مع أوكلاند سيتي بتمنى طبعا التوفيق للاعبة النادي الأهلي ويكونوا يعني عند الثقة ويعني نفس الثقة اللي عند جمهوري النادي الأهلي فيه من هما إن شاء الله حيحققوا نتيجة إيجابية وأيضا يعني أداء جيد أمام أوكلاند سيتي بشكرة جدا طبعا يا كريم والعودة مرة أخرى للستوديو كلمة لك طبعا تفضل ده أنا اللي بشكرك جزيل الشكر يا سالة على هذه التغطية المتميزة وبالنسبة لأمنياتك فأنا عايز أقولك من بؤك لباب السماء وإن شاء الله كل اللي أنت بتتمنيه هو اللي كلنا بنتمنيه الحقيقة كأعشاق للنادي الأهلي وإن شاء الله منتظرين ومن لعبة النادي الأهلي في مشاركتهم في النسخة دي من المونديال بشكرك يا سالة ونشوفك على خير بإذن الله الحياة دايما كل الزميلات سالة وهنا أبو القاسم ومريم سميح ونورهان طبعا الحياة دايما مع كل التغطية الجديدة بيقدموهنا ما بيسيبوناش بسحة كافية أو للمزيد من الأسئلة دايما تغطياتهم بتكون كافية ووفية بشكرك يا سالة على هذه التغطية تعالوا بقى نروح لموضوع يهم كل محبي وعشاق ومتابعي كرة القدم الإسبانية تحديدا امبارح أجريت قرعة نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا وأصفرت عن كلاسيكو ناري مرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة في مواقع فريق أتلاتيكو بلباو في مواجهة أوساسونا حدد الانتحاد الإسباني موعد جديد للكلاسيكو اللي كان من المقرر إقامته يوم 7 فبراير حيث تم تحديد أحد أيام واحد أو اثنين أو ثلاثة من مارس المقبل لإقامة مباراة الزهاب بالسانتياجو فيما ستقام مباراة الإياب بالكامت نو في أحد أيام أربعة أو خمسة أو ستة من إبريل طبعا تعديل موعد الكلاسيكو كان غصبا عن الكل الحقيقة طبعا بسبب مشاركة ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية وده الفريق اللي احنا كلنا كأهلوية بنتمنى وبنحلم وبندعي وبنقول يا رب نوصل لمرحلة ان احنا نقابله ان شاء الله في المراحل والأدوار الأخيرة والنهائية من هذه النسخة من المونديال تعالوا بقى نروح لحاجة مزعلنا كلنا الحقيقة طبعا كتير جدا من المصريين بالشكل خاص والعرب بصفة عامة متابعين بقالهم فترة طويرة كل حاجة ليه علاقة باسم فريق ليفرفول حبا في محمد صلاح والحقيقة اللي حاصل في الفترة الأخيرة لمحمد صلاح وليفرفول لا يصر لا عدو ولا حبيب يعني من ضمن الأحداث الموسفة اللي حصلت مؤخرا وعايزين نتابع مع حضرتكم أصدقها خروج ليفرفول يعني مباراة كانتش متوقعة الحقيقة يعني خروج مبكر مباراة تصدر فريق ليفرفول أغلفت الصحفة الإنجليزية الصادرة بعد الهزيمة الثقيلة هي مش بكمل أهداف ولكن توقيتها وظروفها وملبساتها خلتنا نسميها هزيمة ثقيلة أمام برايتن بنتيجة 2-1 وبالتالي الخروج من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وودع تاني المسابقات لهذا الموسم طبعا بعد كأس رابطة المحترفين الإنجليزية تعالوا نستعرض كده بشيء من الإجاز يعني إيه اللي تقال فيه الصحافة الإنجليزية كتبت صحيفة The Sun البريطانية يعني قائلة في عنوان مختصر هذا فشل وأضافت أندي روبرتسون يعتذر لجماهير ليفرفول طيب صحيفة Daily Telegraph الإنجليزية كتبت وقالت اهتزاز كلاب برايتن يزيد من بؤس ليفرفول صحيفة Daily Mail الإنجليزية كتبت في عنوانها من سيء إلى أسوأ روبرتسون يستشيط مع ضرب موسم ليفرفول يتراجع تراجع جديد فيما نشرت صحيفة Metro الإنجليزية تحت عنوان نحن نزداد سوءا روبرتسون يأسف على الانهيار مع ضرب برايتن للردز مرة أخرى وأخيرا صحيفة Daily Express الإنجليزية كتبتها كمان وقالت نحن في حالة بائسة روبي يعتذر مع زيادة سوء الردز طبعا اللي بيحصل ده كله مفاجئ من ناحية وطبيعي من ناحية تانية مفاجئ للناس اللي كانت فهمة أن ليفرفول حيفضل على نفس التراك اللي هو كان ماشي فيه بنفس الحجم الانتصارات اللي كان بيحقق وبالتالي وبالتبعية وبالضرورة سيظهر لمحمد صلاح متقلقا لكن اللي حاصل من أول أو من بداية هذا الموسم الحقيقة شيء مؤسف جدا بالمناسبة كمان أعلن نادي أفرتن الإنجليزي وبشكل رسمي بالأمس تعيين شون دايش مدرب جديد للفريق خلفا لفرانك لامفرد اللي تمت إقالته طبعا بسبب سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة نادي أفرتن قال في بيانه الرسمي وافق دايش على توقيع عقد لمدة عامين ونصف العام حتى يونيو عشرين خمسة وعشرين وسيتولى المسئولية للمرة الأولى لمباراة الدولة الإنجليزية الممتاز ضد أرسنال يوم السبت أربعة فبراير قال دايش نفسه بقى في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي قال يشرفني أن أصبح مدربا لأفرتن أنا وفريقي جاهزون ونتطلع لمساعدة هذا النادي العظيم للعودة إلى المصار الصحيح وقال كمان أعرف القاعدة الجماهرية الشغوفة لأفرتن وأعرف قيمة النادي بالنسبة لهم مستعدون للعمل ولمنحهم ما يريدون يبدأ هذا بالعمل والعرق والعودة إلى بعض المبادئ الأساسية لما يمثله أفرتن منذ فترة طويلة طبعا لامبرد كان تولى مسؤولية تدريب الفريق في يناير من عام 2022 بعدما درب تشيلسي وديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة التانية وتحت قيادته لم يفز أفرتن في الدوري منذ تخطي أو تغلبه بنتيجة 3-0 على كريستل بالاس في الدور أو تحديدا أكتوبر اللي فات وقيل لامبرد بعد الخسارة 2-0 أمام وست هام يونيتد اللي تركت الفريق في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة من إجمالي 20 مباراة خضوها بفارق الأهداف فقط أمام ساوث هامتن ففيه مستجدات كتير بنسمع عنها كل يوم التاني في الدوري الإنجليزي وفي الفرق الإنجليزية ده على صعيد الفرق الإنجليزية تعالوا برد نشوف إيطاليا بيحصل فيها إيه يعني كمان سقوط ميلا في إيطاليا كان ليه أصدق وسع جدا في كافة الصحف الإيطالية وعلى رأسها طبعا سقوط ميلا بخماسية موزلة سموها كده أمام ساسولو في جولة العشرين في الدوري الإيطالي وكذلك هزيمة يوفانتوس أمام مونزا بنتيجة 2-0 غلاف صحيفة لجازتة دلوسبورت الإيطالية كتبت عنوان قالت فيه هزيمة جديدة وصدمة أخرى مونزا يهيمن عفوا وأليجري يتهم سيتم استبعاد أولئك الذين لا يستطيعون التركيز على أرض الملعب انهيار ميلا بعدما تم صحقه بخمسة أهداف كمان صحيفة كورياري دلوسبورت الإيطالية قالت يوفانتوس ينهار والمدرب مندهش من معجزة مونزا أليجري بعد المباراة قال دعونا نركز على تأمين السلامة وأضافت كمان يواصل نابولي التقدم ومتابعة المسيرة الرائعة فيما كتبت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أداء مروع وإزلال كبير يلخصان اللقاء مع مونزا الدنيا مش مستقرة إلى حد كبير كمان في عالم كرة القدم الإيطالية والاستقرار اللي كان فيه فرق كتير تماشي عليه لسنين طويرة اتهز بشكل كبير في الفترة الأخيرة لدرجة أن الواحد مبقاش متوقع إيه اللي ممكن يصفر عنه أو تصفر عنه هذه المستجدات في الفترة القادمة إن شاء الله كمان كشفت التقارير الصحفية إن ألترس فريق روما الإيطالي عملوا حاجة بقى يعني مختلفة حبتين الحقيقة حصروا منزل نيكولو زانيولو نجم الفريق عقب الخسارة أمام نابولي بنتيجة اتنين واحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي أكد موقع كالتشو ميركاتو الإيطالي استغاثت نيكولو زانيولو نجم فريق روما بالشرطة الإيطالية اتصر بالبوليس هناك بعدما تعرض منزله لهجوم داري من قبل ألترس فريقه فريق روما بعد طبعا الخسارة أمام نابولي وأوضح الموقع الإيطالي إن ألترس روما توجه إلى منزل اللاعب عقب الخسارة مباشرة وحصروا المنزل وظلوا يهتفوا بجمل وعبارة من عينة اللعنة من عينة إذا خسرنا فهذا كله بسببك من عينة إرحل وحاجات كتير زي كده تعرفين الجماعة الإيطاليين نرفوهم عالي وعندهم دايما حمية كده شديدة جدا وعشق للفرق بتاعتهم اللي هما بيشجعوها وبالتالي مش عايزين يشوفوا أي انهيار بيمور بين فريق اللي هما بيشجعوه أضاف كمان الموقع آخر المرة دي عفوا الموقع فورتسا روما نيوز إن مجموعة من المشجعين قاموا بمطاردة اللاعب بالسيارة وصولا إلى منزله ووجهوله كم هائل من السواب والشتائم قبل أن يقوم باستدعاء الشرطة مدعيا أنه يتعرض لمحاولة قتل اللاعب اتصل بالشرطة الإيطالية لطلب المساعدة وعناصر ألترست بمجرد مجيء الشرطة طبعا اتفرقوا كلهم بسرعة شديدة فور وصول عناصر الشرطة إلى منزل اللاعب فعلا يعني شيء عجيب جدا اللي بيحصل ده زانيولو بالمناسبة بيسعى للرحيل كده كده عن روما يمكن مع نهايات هذا الشهر ويمكن جوزي مورينيو مدرب الفريق قال أن اللاعب نيكولو لن يلعب مجددا أي مباراة معنا وبالمناسبة برضو بيحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب دوري الإيطالي برصيد 37 نقطة وفارق 16 نقطة عن نابولي المتصدر لجدول ترتيب الدوري حتى هذه اللحظة طيب ده على صعيد على صعيد آخر فيه كلام أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي الدنيا كانت كلها مقلوبة طول الفترة اللي فاتت بمجرد انتقاله لصفوف النصر السعودي قرر أنه يبيع طيارته الخاصة يا حضرات قالت صحيفة أسل إسبانية أن رونالدو حيبيع طيارته الخاصة اللي اشتراها في 2015 مقابل 20 مليون يورو ما يعادل حوالي 80 مليون ريال سعودي وأضافت الصحيفة أنه بعد بحث دام لعدة أشهر وجد كريستيانو رونالدو أخيرا مشتري لهذه الطائرة ولكنه طبعا لم يفصح بعد عن هويته طائرة رونالدو اللي بيظهر فيها دايما هو وجورجينا هي واحدة من 250 طيارة من هذا الطراز تحديدا حول العالم بتسع عشر أفراد فقط وتستطيع قطع 900 كيلو متر في الساعة الوحيدة وتشمل طبعا مش محتاجين نتكلم في أن فيها كل وسائل مش بس الأمان والرفاهية وزي برضو قالت الصحيفة أن رونالدو محتاج دلوقتي إن وضعه تغيره دلوقتي محتاج طيارة أكبر بكتير لأنه لما اشترى الطيارة الأولانية كان عنده طفل واحد فقط لكن دلوقتي عدد أولاده في الزيادة مستمرة بالمناسبة عقد رونالدو مع نادي النصر لمدة مو سنين ونص مقابل 200 مليون يورو سنويا فأعتقد الرقم ده وكل الأرقام اللي سبقته تسمح له أنه غير طيارته كل فترة والتانية حتى عشان إحساسه أنه هي إدمت نهيكم عن أنه محتاج طيارة أوسع فده آخر خبر يتعلق به النجم العالمي كريستيان ورونالدو خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم من الكلام تفضل عودة لعشر الصفحة في الأهلي أهلا بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية وفي الفقرة دي حنفتح ملفات كتير كلها متعلقة بالدوريات الأوروبية المختلفة وإن كنا أكيد بطبيعة الحال نظراً للدنيا والعة في إنجلترا وفي أسبانيا وفي إيطاليا فطب بطبيعة الحال حنتكلم عن التلات دوريات دول حنتكلم عن اللي بيحصل في الدور الإنجليزي والدور الإيطالي وخروج ليبرفول من كأس الاتحاد وإقالة مدرب أبرتون وغيرها من الملفات اللي هنفتحها مع ضفنا العزيز الأستاذ محسن نملوم الناقض الرياضي يا صباح الخيرات على حضرتك وأهلا بي أخبارك كله تمام ليفربول رايح فين وجاي من هنا أستاذ محسن وإن اللي بيحصل ده يعني سبحانه الرحمن الرحيم ليفربول طبعا موسم سيء جداً هو موسم صفري بكل تأكيد طبعا هو الكلام ده سابق الأوان لأنه هو مازال عنده بطولة دور أبطال أوروبا مشارك فيها لكن بالمنظر ده يعني مش هياخد غالب أفيد ريال مداريت زهاباً إياباً وكمان الدور الإنجليزي هو في المركز التاسع دلوقتي أوه في المركز التاسع والمفارقة اللي غريباً أنه هو بين وبين الأول تقريباً أكتر من 20 نقطة اللي هو أرسنال لكن بين وبين الأخير تقريباً 15 نقطة اللي هو أقرب للأخير من الأول طبعاً حاجة سيئة جداً بالنسبة للفاربول اللي هو السنين الأخيرة إذا كان خاد الدوري مرة لكن حتى كان بيخسر الدوري بفرق نقطة وبيخسر الدوري مش بفرق نقطة كمان يعني السنة الموسم الأخير خسر الدوري في آخر عشر دقيق من عمر الدوري كان يتلعب في نفس التوقيت هو والسيتي والمباراة راحت وجدت والسيتي كان مغلوب اتنين وهو كان متقدد طب الموسم ده إيه اللي حصل فوصل للي وصل له ده والله حاجات كتيرة عوامل كتيرة أولها يعني الناس كتيراً بتتكلمة مثلاً غاب ساد يومني أو راحل ساد يومني الموضوع مش فكرة راحل ساد يومني طبعاً ساد يومني لعب مهم لكن الجداد ما خدوش لسه التوليفة اللي هو الانسجام ما بينهم يعني لونيس تحديداً يعني بيهدر فرص غريبة جداً 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 ضيع على الليفربول السنة دي امتصارات كتيرة يعني لو كانوا نيس وفق في الأهداف اللي هو أهضرها كان ترتيب الليفربول كان أكيداً يختلف يعني بقاتش دقاءة المأساة النواي نافس لا المشكلة عند الليفربول أو محب الليفربول تحديداً أنه الفريق مش هيشارك أصلاً في بطولات أوروبا السنة الجاية يعني لا دور الأبطال مش هيبقى في الرباعي طبعاً الزهبي أو المربع الزهبي ولا هيبقى في اليوروبا ليج وربما لا يلحق ببطولته المؤتمر اللي هي يعني 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 مش أقوى هي تالت بطولة كده أوروبا يعني ده شوية كده وحيلعبه في الممتاز به بالضبط يعني بالضبط شامبيونشيب فالموضوع بالنسباله بقى كاريسي دي جزء منه إنه هو مش فكرة زراحيل الساديوماني لكن فكرة عدم اللي انسجام جدد يعني ما بيدخلوش مع ما تمش استيعابهم مع الفريق القضام أصبحته للأمانة طبيعة الوانتول اللي كان حاصل ما بين ساديوماني ومحمد صلاح وروحة فيهم في مركز الزبط نتجعان مخير كتير مع فرمينو مثلا فرمينو كمان المسلس بتاعهم طبعا طبعا كانوا فرمينوش موجود تماما يعني ايه هو إذا كان ليفربول فقط ساديوماني فقط ساديوماني فقط فرمينو اللي هو موجود معه بسا ما بعملش حاجة مش موجود مش ده اللعب اللي هو ما فرقش خالص مع فريق ليفربول مش موجود خالص صلاح السنة اللي فاتت يمكن الفريق كان برضو مستوامة زبزب بس هو كان شايل الفرقة بكل أمانة السنة دي خلق مش موجود مش مش موجود عشان هو ضعيف لا يعني المنظومة كلها نزلة يعني حتى ايه يعني استكمالا اللي كده هتلاقي حتى المدرب بيورج انكلاب عنده معضلة أو متنازمة السنة السبعة هو دايما عنده السنة السبعة في التدريب بيقع تماما حصل قبل كده لما درب ليبسيك وحصل لما درب بروسي دونتوم وهو بيأكده لثالث مرة مع ليفربول دايما لسنة السبعة لعنة السنة السبعة عشان دور على الكلمة فهي للأسف موسم يبدو صفري هو طبعا يعني عزول صفري بس مازال في الدورة طبعا مستحيل يصل مستحيل يكسب ده هو بالكاد هيبقى إنجاز هو كده كده صفري في نظر محبي هو انتهى أنه يفقد البطولتين اللي هو حامل لقابهم كسر الاتحاد وكسر ربطة كان وصيف الدوري بفرق نقطة هو بعيد خالص على المربع الزهبي والمركز السادس والمركز السادس يعني وبالمنظر ده شكله مش هيقرب لمنتصف لأنه حتى لما تبص أنه هو المركز التاسع بس مثلا هو يفرق على المركز العشر تشيلش يبعديه بس هو الفرق ما بينهم فرق أهداف بعد كده يعني يعني مثلا فقد ثلاث نقاط لليفربول بتؤديه مثلا المركز الحداشر المركز التناشر فهو المشكلة أنه هو يحاول يعني يحاول يحافظ على نفسه لأنه طبعا واضح أن اللعنة كمان ما بقيتش على ليفربول الفريق على ليفربول المدينة أنه هو كمان مع ليفرتون الاتنين مع بعض ضيعين تماما ليفربول هذا المسم بتعاني في الوقت مثلا لمدينة منشستر بتتقلق عارف أنت الصراع ما بين مدينة منشستر ومدينة ليفربول فمدينة ليفربول بتعاني على المستوين سواء ليفربول ولا حتى إفرتون بالنسبة لليفربول الوضع صعب جدا 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 ده بالنسبة لليفربول بشكل عام طب تعالي بقى نركز بكلامنا على اللي يخصنا محمد صلاح محمد صلاح اللي كان مولع الدنيا بالمعنى الحرفي طول السنين اللي فاتت ويندي يعني حتى سكان ليفربول مش مجرد اللي بيتابعوا الكرة فيها يعني بيتغنوا بي وبإسمه وبنجحاته طبعا إذا كنا احنا احنا نفسنا كلامنا هيختلف يعني السنة فتا كنا بنقول لابد أن محمد صلاح يبقى في ليفربول ويجدد وبالفعل جدد طب راجل جدد صحيح ايه بالزبط لكن 20-25 كمان بالشكل ده الوضع صعب جدا يعني ما حدش كان متوقع أبدا اللي فربول ينهار بالشكل ده يعني طب هو دلوقتي عقده جديد ممتد لسه آآ لسه فأوله أنا فهم يعني بقى تعتقد أن لو استمر الوضع على ما هو عليه ليفربوليا إنجاز التعبير صحيح فكرك محمد صلاح هيقرر أنه يرحل أكيد ولا ممكن يقول لك أكمل لا هو يكمل في حالة واحدة بس الموسم السنة دي طبعا يعتبر منتهي في حالة السنة الجاي هبقى شكلنا إيه الدنيا هل في تغييرات لو استنى للسنة الجاي بالشكل ما هو كمان أشهمه هتنزل مش يستنى هيشوفوا رؤية الموسم اللي جاي يعني تبقى أي مع حضوء الموسم الحالي آه مع اقتراب الموسم مع نوعه مثلا إيه وده غالبا اللي يحصل هيخسر مثلا من ريال مدريد في درعبطال أوروبا فيخرجه فمع الموسم بقى يبتدي بقى فيه رؤية للإدارة النادي للسنة الجاية إن مثلا خلاص رحيل يورجن كلاب بقى صباحة وشيكة فيه مدرب جديد مثلا يعني المعارشة اللي ممكن يحصل ما بيكلمهش طبعا على ده دلوقتي لكن إذا استمر الحال السيء ده هيبقى كلام ده موجود هتتغير الإدارة الفنية هيكون فيه بعض التعقدات هيتم رصد بعض اللعيبة هيستغنوا على اللعيبة فيبقى كذا الحال ده ممكن يمشي لكن لو ما كانش ده موجود خلاص رحيل محمد صلاح يعني لازم يكون حتمي بصراحة يعني لما ينفعش يستمر بالشكل ده يورجن كلاب يعني كان لفترات طويلة جدا هو كمان بيتغنى بمحمد صلاح وبطوله شواء يكتب فيه شعر بالألماني طبعا لكن فيه ناس خدت تصريحات يورجن كلاب في الفترة الأخيرة وكأنها شبه انقلاب على محمد صلاح وفيه ناس تانية شافتها كشماعة لعل عليها إخفاقاته هو الشخصية هي شمع أقرب لشماعة طبعا لأنه صعب أن نتهم محمد صلاح في اللي بيحصل ده كله لأنه مش محمد صلاح اللي مستوى نازل لا هي الفرقة كلها مستوى نازل يمكن يمكن مثلا فرمينو مش من السنة دي فرمينو من السنة اللي هي عشان اتكلمت عليه أكتر لأنه هو المسلس اللي كان موجود بتاع صلاح فرمينو وصادي وماني لما رحل منهم أحد الأضلاع مفروض أنه عندك اتنين لا كمان التالي مش موجود اللي هو فرمينو عشان كده يمكن انكلمت على فرمينو لكن هو بشكل عام الفرقة كلها هبطة 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 رهيب جدا حتى ننيز اللي هو الناس بتكلمت بقى أنه هو هيبقى يشيل الفرقة في الفترة اللي جاية ولعا يعود لكن بقى اهدروا الفرص بقى مصخرة بكل أمانة يعني اللفظ يستحقه تماما كان حتى كنا قلت الحركة قبل كده أنه كان عملين له فيديو سوري كاريكاتير موجود في السوشال ميديا الإنجليزية أنه هو واحد محكم عليه بالإعدام رامي من برصاص بقول له طلبتك قبل ما تموت قال له من نزل يضرب علي الرصاص انه مش هتيجي فيه طبعا في إشارة طبعا الناس يعني جامدة اه جامدة قال له حلمك إيه قبل ما آخر حلمة يعني آخر أميتك إيه الليك شو من قال له هايبقى الخلاص على نزل يضرب علي الرصاص هو عادي اللي بيحصل معاته الفتر الأخيرة يعني في حاجة مش بظبوطة غريبة آه غريبة غريبة يعني ما عرفش يا هايبقى هو محتاج يكشف نظر ولا محتاج يعني يعني يزبط زوايا يعني العطل فيه يا سبحان الله يا تخلى يا حركة يا سكريم لو كانوا نيقى سجل الأهداف دي كل اللي أهضرها لو سجلها لا لفربول لكان خرج من كسر اتحاد ولا كسر ربط طبعا ولا كان يبقى ترتيبه التاسع ولا كان يبقى ترتيبه التاسع على قل المربع الزهبي طبعا فهو قال إن هاربط على لفربول جاء قاسم للزهر يعني مرة واحدة نزل طب كشماعة بقى مش كان باب أولى إن يورجن كلاب يعلق الإخفاقات دي حسن هي بينا قوي عند النونيس فمش محتاجة يرمي الشماعة لكن هي عند صلاح هو بيتكلم طبعا ده برضو من كومة صلاح إنه كومة السنة اللي فاتت صلاح شايل الفرقة يعني صلاح أحد أسباب إن الفريق يبقى موجود السنة اللي فاتت في المربع موجود السنة دي في الدور الأبطال بس التصريحات دي برضو ممكن توجد حساسية غير مسبوقة ما بين محمد صلاح وبين يورجن كلاب ما ناس كتتحبى حب يورجن كلاب محمد صلاح أصل ما أنا عارف ما هو أصل ده نجم الفريق محمد صلاح وده مدرب الفريق برضو هو نجم برضو يورجن كلاب فعشان كده يعني ايه الاتهامات راح لهم هما في الأول هما رقم واحد ما الفرقة كلها وقعة بس دايما الكلام على دول يمكن الكلام كان برضو موجود على النونيس أكتر لأن النونيس طبعا انت جايب مهاجم وواعد وصاعد مضيع لك الدنيا كلها لكن يمكن عشان بس قيمة محمد صلاح كان يجمل الفريق وطبعا نجمل أوحد دلوقتي للفريق محمد صلاح حتى إذا كان سادي ومني كان موجود بياخد يوده مع بعض لكن دلوقتي هو بقى الوحد فعشان كده يمكن الحسادة موجودة أعتقد صلاح على ضوء اللي قلت الحرك عليه في نهاية الموسم لما الموسم يقترب هتباني الرؤية في السنة الجاية هل يورجن كلاب مكمل وفيه تغييرات ولا الدنيا كلها تتغير هل يورجن كلاب مكمل وهل صلاح مكمل بالضبط المترقبين اللي يهمنا طبعا محمد صراح أنه هو هيشوف هيعمل إيه السنة الجاية على ضوء نهاية الموسم ده لأنه طبعا ممكن ولما لا لفربول يعني ينطفد في دور أبطال على الفكرة عملها قبل كده كتير يمكن خد دور أبطال 2005 وكان مشارك في دور أبطال 2007 وكان في الدوري ما بيخدش حاجة يعني يعني دوري من 91 لحد 2019 اللي ما خد الدوري 30 سنة ما خدش بس كان بيشارك في دور أبطال أفريقيا وبيصل للنهائي فممكن يعمل ده فهتكون دي النواة اللي يبتدي يبني عليها تاني لفربول ولو أنه برضو بصراحة صعب صعب جدا لأن هتقول لي مثلا ريال مدريد حتى إذا كان مستوى متزبزب بس يبقى ريال مدريد في دور أبطال أوروبا يختلف تماما عن أي ريال مدريد في أي حد لكن في دور أبطال أوروبا دي البطولة بتاعته فعشان كده الموسق دي المبارادي هيتوقف عليها مصير ليفربول ومصير يورجين كلاب ومصير صلاح وليفربول عمتنا في السنة الجاية ومصير نحن كمان كم مشجعين ليفربول ومشجعين لصلاح في المقام الأول يمكن نتوجه بعدها لتشجيع باريس سان جرمان في حال ما إذا صدقت التنبؤات والتوقعات بانتقال محمد صلاح ممكن ممكن يحصل وليما لا وتبقى الهدف هنا طبعا برضو استكمالا للكلام عن باريس سان جرمان هو طبعا عمرهم ما بيجيبوا لعيبة عشان الدور الفرنسي الدور الفرنسي دور الفرنسي هذا موضوع منتهي هو كهم الأول والأخير هو منشستر سيتي دوري أبطال أوروبا طبعا ومش عارفين يخضوه لأن مازال المال مش قادر يقتحم الموهبة أو مش قادر يهزم الموهبة في دور أبطال أوروبا فهم طبعا جابوا ميسي جابوا نيمار اللي بابي عندهم فما يجيبوا كمان صلاح ويعني أكيد طبعا هتفرق معهم كتير أعتقد ممكن ممكن الصفقة دي ممكن تتم ممكن تتم هي فكرة أن فريقك يبقى مدجج بأسماء تقيلة بالشكل ده إحنا شفنا في الأول خالص بعد عملية جلب الأسماء الكبيرة شفنا عدم تجانس لفترة من الفترات وبعدين الناس كتبت لها قادة تتفرج على أي ماتش باريس سان جرمان وهي عارفة أن الماتش هيخرج 17-0 باريس سان جرمان وما يلاقوش إنه ده بيحصل بالضبط لأنها برضو بتبقى نعمة ونقمة يمكن هي بتبقى محتاجة هنا بدور أكبر للمدير الفني مش اللعيبة اللعيبة يمكن القصة دي كانت موجودة مثلا في بداية الألفية في ريال مدريد أما كان فلورتوني باريس رئيس النادي كان عامل عقد اللقالق سلسلة اللقالق عقد اللقالق في ريال مدريد لما كان بقى لويس فيجو وروبورتو كارلوس ورونالدو وزيدان رونالدو كبير على الزاهرة وزيدان ورأول جونزالس لأ كان فريق غريب جدا بس برضو كان في الحتة دي إلى حد ما كنت تلاقيه يطألت جدا يكسب برشلونة أربعة وينهار جدا يخسر برضو مرشلونة ثلاثة كان قريب برضو المستوى كان رائح جاي هي لما تبقى الفرقة فيها نجوم كبار وتقال بالشكل ده غرفة الملابس بتبقى عبلة زي لازم يبقى فيه مدير فن قوي كان موجود الشيء بالشيء يسكر وحنا في قناة النادي الأهلي 2005 النادي الأهلي لما كان جاب الفريق القوي جدا اللي كتسح بقى أفريقيا سنوات كتيرة وسيطر على البطولات المحلية وكان تلاقي كل سنة دوري وكاس وصوبر محلي وبطولة دراء بطولة أفريقيا وكاس عالم الأندية وصوبر أفريقيا كان كل موسم بياخد له من خمس لست بطولات وإن فقط حاجة كان بتبقى استثناء كان موجود ساعته واحد اسم موني والجزيء قادر يسيطر على الخوكبة دي غير كده لا ما ينفعش لأن عندك تخيل مثلا في الجنب اللي مين في وقت من الوقت كان بركات وراء وإسلام الشاطر الاثنين يعني النجوم على بعض يعني ما تعرفش مين نجم على مين فلازم الحتة دي محتاجة سيطرة فباريسان جرمان يمكن عشان كده أقل كان عنده متغيرات كتيرة في الجهاز الفني أخيرا وجد في جلتيل اللي هو المدير الفني بصراحة ضلته أعتقد هذا المدرب بالتأكيد مش أعتقد هو بالتأكيد قادر يسيطر إلى حد كبير على جرفة ملابس فيها الأوروبية طيب خلينا في أوروبا برضو وتعالى بقى نروح يعني من إنجلترا لإيطاليا والدنيا برضو والعجاب أشوف إيطاليا يعني خناكل بكل أمانة هو حق ونصيب وعد لربنا أن نابولي يأخذ البطولة بكل أمانة يعني التخالي النهاردة لسه الدوري مخلص فارق 13 نقطة فريق نابولي وفريق مرعب فريق نابولي فريق مرعب يعود في الفضل مش للعابته للمدير الفاني لوسياني سباليتي الشخص القوي جدا ده بقى قوي فعلا قولا وفعلا وكل حاجة ده بيدرب أصلا يعني ده بيدخان ما حدش بيأخذ معا يعني هل شفت اللي حصل مؤخرا مع انتهاء مباراة روما الأخيرة والجماهير اللي راح تحصل بس يعني لا محدش يلوم حد يتغلب من نابولي السنة يعني نابولي نابولي في حتة تانية يعني كون روما يتغلب طبعا هو مغلوب على أرضه أصلا في الدور الأول يعني مغلوب على أرضه من نابولي وجات غلب تاني بس روما يعتبر بيترنح بقاله فترة بالمقارنة بروما زمان لا هو روما عنده مشكلة انه هو نادي كبير بس بلا بطولات يعني ما بياخدش بطولات هي دي مشكلة بس طبعا يعني يمكن السنوات الأخيرة كان اسمه عالي لانه كان فيه طبعا الوافي جدا توتي اللي هو ملك روما زمان بتقلي عليه انه مرحش في احد ورفض وقعد في النادي بس هو في النهاية يمكن السنة اللي فاتت بدأتها مع الفريق في وجود واحد زي مورنيو ومورنيو خد معهم اي نعم بطولة المؤتمر اللي هي مش بطولة قويوة على الحاجة بس خدوا بطولة وبطولة أوروبية معترف بيها لكن يعني حسنا فعلت الإدارة انها جابت بصراحة مورنيو انه مورنيو في ميزة يمكن حتى صحيفة لجازيتا او تيتو سبرت مش متذكر خدت صورة لمورنيو ومسك التلفون وكتبت عليها كده برونتو سونو مو يعني صباح الفون انا انا مو انا مورنيو لان هو بيجيب اللعبة كده يعني هو بيجيب الجاب دي بالا جاب ومورد الجملة دي كثيرة بالصفقة التيم بالضبط حتى وجب صلاح كده في تشيلسي لما كان في تشيلسي وصلاح كان في بازل كلمه هو حتى صلاح قال اللي مورنيو يكلمني يعني بيجيب الرقم ويكلمه فعشان كده بدأت يعني بدأ روما يطلع كان ممكن روما السنة دي يعمل حاجة لكن حظ العسر ان في وجود افضل فريق موجود لنابولي من بعد ماردوني يعني من 30 سنة ما حصلش الفريق ده في نابولي يعني نابولي اخر دوري يخده كان سنة 90 في وجود ماردوني يمكن السنة دي يستلهم روح ماردوني من تسمية الملعب من شامباولو الى ملعب ارماندو ماردوني ديوجو ارماندو ماردوني فرجع تاني اخذ الدوري فطبعا واستحق الدوري المشكلة كمان في ايطاليا مش في قوة نابولي في انهيار حامل اللقب ايسي ميلان غريبة جدا فريق اخر 3 مطشات مغلوب 3045 ليه في رأيك سبحان الله يعني هو لغز انا نفسي مش عارف يعني ما أعدل سابق هو الهار منظومة كلها يعني ما عارفش هو هو الفريق السنة اللي فاتت اتخاذ الدوري عن جدارة واقتناعه وقوة وكل حاجة وشارك تاني في دور أبطال أوروبا وكان فريق قوي قدر يهزم الغريمة التقليد المنافس بتاعه الانتر فريق الانتر ابن المدينة لكن هو السنة دي ما نشوف مثلا اما في السوبر الايطالي اتغلب من الانتر بتلاتة تلاتة سفر المرش غريب جدا بعدين راح رايح للاتسيو في الدور اتغلب اربع سفر يعني اي عم بعدين جاءت اتغلب على الأرض بقى مش من يوفينتس مش من انتر لقى اتغلب من ساسولو خمسة اتنين لا يعني ده دي نتائق كارثية يعني اخر تلات مرشات خسرانهم يعني المرشات جاءت اتغلب ستة واخر ستة مرشات ما تكسبش أصلا في كل بطولات فهو واضح ان العملية وعمل زي اللي فاربول كده يعني العملية دمرت بالنسبة له تماما يعني واخدكم ولا فطبعا اكيد ابرص حاجة في ايطاليا انهيار ميلا حامل لقبه هذا الفريق اللي عارق اللي هو على فكرة لقبه عملاق اوروبا لانه هو تاني اكتر نادي في اوروبا حصل عدوار ابطال بعد ريال مدريد هو سبع بطولات ايما كان الريال تسعة يعني تسعة سبع دلوقتي الريال 14 هو سبع زي ما هو هو عملاق اوروبا فريق طبعا يعني في وقت ملوقتي ممكن سنتين واربعد حصلت محصلتش فريق تاني انهيبقى ثلاثة المرشحين للكرة الزهبية من نادي ميلا سنتين واربعد سنتين واربعد وطبعا الجيل الزهب دي فيها برضو الدلالة يعني اكيد كان كان كلمة السر في ميلا بيرلسكوني سيل في بيرلسكوني طبعا كان رئيس الوزراء الإيطالي اللي هو كان مالك اللي كان طبعا يعني كتل ميلا كلها بتاعته فكان بيقدر يعمل اللي هو عاوزه وكان يقدر يجيب صفقات عالية جدا فكان ميلا مكتسح أوروبا للأسف بعد ما شارئه كتير من ميلا خسر كتير ده هو كتعودته السنة فاته اخذ الدور كتنجاز يعني تعتقد ان كارلو أنشلوتي هيقدر يحقق المفاجأة وياخد العلامة كاملة بحصوله على دور الأبطال السندي ريال مدريد يعني ما ينفعش ما ترهينش عليه في دور الأبطال أنا ممكن أقولك يخسر في الدور الأسباني زي ما يجعل كده يخسر في الكوبة درية بيحصل عادي كاس الملك يخسر في كاس العالم عندها يا رب إن شاء الله لكن ويرب يكون على قدينة ما هم أقول يا رب لا فين ساعة إجابة أنا أسجع على المدريد بس أقول دليل لأنه معنات معنات أن يخسر في الكاس العالم يعني الأهلي يكسب إن شاء الله إن شاء الله يحصل يا رب لكن كارلا أنشلوتي يقدر يعمل ده المدرب عظيم حقق والبطالة دي مع الريال حققها مع الميلان من المدربين الندرين الكيميت ومشي حتى مع الفرقة الكبيرة لكن واضح إنه في فترة أخيرة المستوى يترنح يعني حتى أشوفهم ما خسره في كاس برشلونة ثلاثة واحد ماتش غريب جدا وبعدين كسبوا حتى بصعوبة على أتلوتكم مدريد اتنين واحد في الربع النهائي بتاع الكوبة ديري الكاس المالك وهو يلاعب برشلونة إحنا المحظوظين عن فكرة بالمواجهة دي لأن الكلاسيكو المرتقب يعني الجنب التاني أساسونا وبالباو ماتشين لأن أنت لو الاتنين طبعا قول لو الريال راح هنا والبرشلون راح هنا هيلعبوا في النهائي ماتش لكن إحنا هيلعبوا ماتشين فإحنا اللي كاسبانين صحيح هيتبقى ماتش قوي جدا ما 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 وعنده استدامة كمان على طول على طول ما عندهش القصة دي فهوه في دورة أبطال أوروبا وانت مغمض اسمها بطولة دورة أبطال مادريد فكل ما متقرب من النهائي أو من نهاية البطولة أقصد يعني بيبقى هو بيستقوى السنة اللي فاتت والله ليفربول كان أفضل منه في النهائي بس شخصية البطل وعنده حارس مرمس بكورتوى وعنده بنزيمة وعنده وعنده ويقدر يكسب بكل لدينا كده كده وستيد محسن حنستنى ونشوف الأيام اللي جاية حتصفر عن إيه وان شاء الله يبقى لنا لقاء تاني نكمل ديد دردشتنا دي أنا بشكرا جزيلا شكرا 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 دايما خروجنا لأي فاصل أو عودتنا منه لن يخلوا من لقطات كثير دي بعثتنا في المغرب اللعيبة وجهاز الفني والإداري سواء بقى في ملعب التدريب في مقر الإقامة في مكان المؤتمر الصح في أي أن كان زي ما بنوعد دايما بنوفي هنكون دايما مواكبين لكل المستجدات وكل الكواريس هننقلها حضراتكم أول بأول من خلال البرنامج وأكيد من خلال متابعاتكم لشاشة قناة الأهلي بشكل عام إحنا زي ما حضراتكم عارفين كويس بكرة عندنا بداية منافسات كأس العالم للأندية عندنا ماتش مهم جدا وكيد ثقاتنا كبيرة في كل لعيبة النادي الأهلي وجهاز الفني والإداري إن هم إن شاء الله إن شاء الله هقدموا مستوى راقي يليق بالنادي الأهلي وبتاريخ النادي الأهلي ويسعد جماهير النادي الأهلي اللي كلها طبعا يعني كل اهتماماتها حالية منصبة فقط على متابعة النادي الأهلي ومشاركته في هذه النسخة من كأس العالم للأندية هنتكلم مع حضراتكم في كل هذه التفاصيل وكواليس بعثتنا وكمان هنتكلم في هذه الملفات مع كابتن صديق الجمال لجم النادي لأهلي السابق اللي بنوارني في حلقتنا النهاردة أهلا بيك يا كابتن أهلا بيك كابتن كريم أصبار حدوتك الحمد لله تماما بيك وحشة والله بنشوفك على فترات متباعدة وده مش حينفع ولازم يتغير الواقع ده الزروب بقى مع الساعة كان الضغف العول كان الضغف العول أنا حبتدي مع كابتن صديق بالنقطة اللي هو بيسلب علي كان بيكلم معي فيها كان بيوثني على كابتن شناوي وعلى أي درجة إن احنا بنتكلم على لعيب أصيل تعال نبتدي بالبداية دي شفت الواقع دي ازاي الشناوي طبعا الوقت الوضع الحالي هو رمز من رموز النادي الأهلي طبعا وكابتن الفريق وقدوة وبصراحة عمل مواسم كويسة جدا جدا مع النادي الأهلي الفترة الأخيرة الشناوي جالوا عروض كتير يعني وآخرهم من ويجن الانجليزي والنصر السعودي الشناوي طبعا اخلاصه وتأديره واحترامه للنادي الأهلي والإحتياج الفريق لجهوده الفترة اللي جاية خلاه أنه يكون متواجد مع النادي الأهلي ودي ما جاتش من فراغ طبعا النادي الأهلي انت عارف اللعيب اللي يكون موجود في النادي الأهلي بيبقى حظه كويس جدا جدا يبقى ويندمج ويخش مع المنظومة هو ابن من أبناء النادي بقى له فترات كبيرة مثل النادي الأهلي وبطولات ومنتخب مصر فطبعا من الصعب جدا أنه كان يترك الفريق والفريق فشد الحاجة ليه فحاجة تحسيب له بصراحة حاجة كويسة جدا 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 ومتقدرة تماما من كابتن محمود الخطيب ومن مجلس إدارة النادي ومن جماهير النادي قبل كل دول أكيد قدرت النادي طبعا كل التأدير والاحترام اللي هو حس تأديره للفترة اللي جاية للنادي الأهلي في احتياجه ليكون متواجد فدي في حد ذاته المسؤولين طبعا كلهم سعاداء جدا جدا والمنظومة كلها طبعا رأسهم من كابتن محمود الخطيب أسنع على الشناوي ودي حاجة كويسة جدا داخل القرى الحمراء ممكن كان يبقى فيه إغراءات والعرض اللي جاي والعرض مغري يعني انت بتكلم في النص السعودي يعني بص دفعين مثلا مبالك كبيرة في لايك الجانب أو كريستيانو فأكيد كان يقيمه تقييم يلاقي بيه يستحقه طبعا يلاقي بيه كاسمه ويستحقه وهم كان في أشد الحاجة قال ليه طبعا حارس كبير وكان هيفرق معهم جامد جدا جدا بس هو الاختيار بتاعه دقيق جدا وعنده رؤية يعزبوله للزمن البعيد ليه هو داخل النادي الأهلي دي تفرق معه جامد جدا جدا سواء مسؤول في النادي سواء مدرب سواء في الإدارة كل حدي كلها بتبقى مغزول ليه هو لو كان خد أي قرار وكده كان ممكن يخسر كل حدي كلها بعيدا بقى عن الشناوي وبعيدا عن النادي الأهلي عايز أسألك كمبدأ بشكل عام هو لما يكون فيه لاعب معين سواء حارس مرمى أو لاعب متقلق قوي مع فريق وعمل شغل حلو قوي وفيه حالة انسجام ووده ومحبة وتقدير واحترام كبير ما بينه بين جماهير النادي اللي هو فيه ولأي سبب من الأسباب انصع لإغراءات مادية جايله في صورة عقد احتراف في فريق تاني هل بالضرورة أنه منخرج من داره يتقلم من داره لأن احنا شفنا كبار الأسماء أكبر الأسماء في دنيا كرة القدم عالميا إلى حد كبير ده اللي بيحصل بس احنا حضرتك لوقتي في زمن الاحتراف والاحتراف من ساعة ما تعمل حطة التنقلات أو الواحد يجيله عقد في مكان ويتنقل الموضوع المادي مؤثر جدا جدا على لعيب الكورة فيه لعيبة لما بتشوف أرقام خيالية طبعا فبالتالي مش عايز أقول لك مثلا إيه بيطمع لا بيضعف قدام من الحاجة دي لأن دي ممكن من العاش تاني وبالذات عامل السن بيفرق ففيه لعيبة بتطلع وده بتحقق بحزة زفيره في حالة كريستيانو رونالدو وانتقاله للناصل السعود كريستيانو حالة خاصة أو حالة تانية ما فيش أحد مثلا يقدر يلومه حتة الانتقال نفس الكلام ميسي الناس دي حدة السن يعني اللي هو إيه المفروض خلاص بقى هيفنش فيه فبيختار الوجهة اللي هي ممكن يبطل فيها كرة وكمان العامل المادي مؤثر جدا على العيب فيه إغراءات بس بالنسبة ليه نحنا كعرب فيه لعيبة صغيرة ممكن تمشي في السكة دي لأن المبلغ بيكون كبير جدا جدا فيه لعيبة بتحسبها بالورقة والألم بعقلانية زي حسبة الشناوي آه زي الشناوي فماشاء الله يعني مش عايزة أقول أسماء طبعا يعني فيه ناس كبيرة كانت في مصر ولعيبة كويسة جدا خدموا الأهلي وخدموا منتخب مصر مش عايزة عم مقارنات بسير كلم على الشناوي لأنه هو إيه الحدث هو متواجد فيه طبع اللي عمله حاجة تتحسب له حاجة للتاريخ حاجة إليها قدام ويحس إن الكرار ده كان صائب جدا 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 وهو يعني إيه خد الكرار الصح طبع وإن شاء الله ربنا يوفقه بإذن الله ويفنش في النادي الأهلي ويحقق مزيد من البطولات إن شاء الله وإن شاء الله مايفنش خارج لا لا إن شاء الله مايفنش دينا عديد مع بعض إحنا وإشنا لا كل وقت ليه أذان طبعا ليه أدي دوره ويجي حد ما كانه في النادي الأهلي يكمل المسيرة والحقيقة يعني أصلا ولجعنا لتاريخ الشناوي مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر يعني صفحة ناصعة ولاه بكس عالمه بس جميل بعيد لاه بكس عالمه وبعدين تعب جابها صح صحيح بيترو جيت كان في النادي الأهلي وطلع بره مش عقب بيترو جيت الجيش يعني خد لفة بس رجع رجع بكوة ورجع مميز ورجع الألفة زي يقوله رجع رقم واحد فدي فرعت معنا تعالى بقى الروح من الشناوي للشناوي وزملائه واخواته والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمشاركة رقم ثلاثة على التوالي ورقم ثمانية في تاريخ النادي الأهلي في كاس العالم الأدي شايف النسخة دي وضعينا فيها ان شاء الله حيكون عامل ازاي يعني ان شاء الله بإذن الله بمتعشم طبعا في ربنا أملنا كبير يعني في الفريق وفي يأدو وبقى فيه ليه دور فعال أكتر من قبل كده خضراك تفضلت ثمان مشاركات حاجة حدث ولا حرج حاجة ميزة جدا جدا للنادي الأهلي اللي هو تمال بيحب المقدمة بيحب يكون رقم واحد التلات مشاركات متتالية وربعة حق المركز التالت تلات مرات الحمد لله احنا شاركنا كان فيه مواجهة مع الفريق أوكلان أيام منو الجزي وتفوقنا عليهم دينا نربح 2-0 في اليابان وقتها الكلام ده اه المعتقد اه 2-0 ابو تريكا وفلافيو على المعتقد فعندنا احتجاجات كويسة جدا جدا في كهاز العالم الآن دي بس البطولة مختلفة عن قبل في ايه الفريق اللي انت تلعبه اللي هو النيوزلندي ده أوكلاند سيتي فريق دلوقتي غير الأول الأول احنا كنا أقوى منه وكنا الربح كان واضح جدا وتسيادنا اللقاء فترة طويلة لو حتى عشر سنين خمستاشر سنة حصر تغييرات في كل الفرق فالفرق دلوقتي بتاع أوكلاند متحضر كويس جدا لعيبة طبعا جداد احتكاك اعلى من الأول بحققين بطولات لعبين 35 مباراة على ما اعتقد كذبانين حوالي 33 مباراة أو 31 مباراة يعني فيه اغفقات في 4 مباراة هزمتين وتعدلين يعني فريق متسيد في الدولة بتاعته والفريق زي كده عامل حساب للنادي الأهلي وعارف النادي الأهلي نادي كبير وعنده مشاركات كتيرة وحرج أنديا كبيرة جدا في البرازيل وفرق عالمية وبيحقق مركز بحقق مداليا فأكيد جاي لعبك متحفز ومركز جامد جدا جدا انه هو عايز يقعد الضر لبعد كده نيجي للنادي الأهلي النادي الأهلي مستعد للبطولة استعدادات جاية جدا جدا كل الظروف متاحة باستقضام العيبة الجدد والخبرات اللي عند العيبة المادي الأهلي بالمناسبة يثبت مشاركتهم في رأيك في الماتشاط اللي جاي ان شاء الله في كاس العالم هتكون وصل فيه هل في مساحة كافية للدفع بيهم واللقاءات كاملة على بعضها مش مجرد توقيتات معينة ينزلوا فيها ولا ممكن يبقى لكاس العالم للأندية حساباته الخاصة لا الحسابات مهما تكون فيه حسابات فيه رؤية فنية للجهاز الفني المدير الفني هحطت طبعا التشكيل اللي يبدأ به عارف مين اللي يبدأ ومين اللي يقاعد على البنك برا وهو عنده رؤية بتاعته هو اللي بيختار التشكيل سأكلمك النادي الأهلي أكثر جهزية انه داخل على البطولة الحمد لله متصدر الدور العام ماشي كويس جدا في البطولة المحلية رأي على البطولة اللعيبة اللي جات جداد على اللعيبة اللي موجودة على عودة كهرباء طاير محمد طاير عودة حسين لمستوى أفشا المجموعة كلها خط الظهر بعودة عبد المنم من الأسابة بيدي برضو توازن في الحتة اللي وراء الناس اللي هم جم جداد اللعيبة كلها خادع فتاح أماروان عاطية الضو كل حتى اللعيبة اللي جات فورمة عالية جدا جدا فيه ناس منهم شاركوا في اللقاء الزمالك وفي اللقاء سموحة إن شاء الله بإذن الله المدربة يحتاج حد فيهم هيبقى متواجد بصفة أساسية أو يكون موجود ينزل يبقى ليه دور في المباراة الأهل مستعد استعدات جيد إن شاء الله بس التقصي يعني إيه سعيدنا شوية برضو حد شفت التمرين مبارح كتعملة إزاي والكمية الأمطار اللي نزلت على العيبة كانوا غير قانين في التمرين مبارح التمرين طبعا تعارف الجو في الشتاء وكده وكان فيه مطر بس الأهل طبعا مروا بتجارب زي دي كتير ولعبوا في الجو ده وهما باستعدين السنة بجيت الأجواء دي بتساعد الفرق الأوروبية أكتر لأن هما متعودين عليها يمكن بالمقارنة بدول الأفريقية أو الشرقية أو وسطية أكيد بس إحنا شمال أفريقيا برضو مغرب وتونس وجزائر برضو حتة العامل للتقص سواء فيه مطر أو جو قريب من أثمانيا أو فرنسا قريب من أوروبا انتعرف يعني إيه بس هي اللعيبة بتاعتنا الحمد لله برضو عندها خبرات وعندها مشاركات سواء في البطرات الأفريقية أو في كاس العالم الأندية فكان بيلعبوا في نفس الجو ونفس المناخ بس إما يكون الجو وما فيش برضو مطر كتير هتلاقي برضو اللعيبة سيديات المطر يعني حضرك مثلا أكيد عدت عليك التجربة دي قبل كده أنت بكتبتلعب مثلا مع النادي الأهلي في مباراة خارج مصر في أول أكيد كل اللعيبة في مطر المطر بقى جديد أول حاجة اللعيبة بتبقى في أحزية طبعا للمطر بيبقى موغزة جزمة الكورة غير الملعب العادي غير الملعب مثلا الترتان فهم مستعدين هم مبارا حتدربوا بأحزية المطر أكيد أكيد عشان يبقى وغدين برضو عليها واللعيب برضو ايه اللي برضو لها حساسية مهم مختلفة عن الحزاء العادي أكيد الأرض أصلا بتساعدك لما يكون النجيلة طبيعية مفيش مطرة بتلاقي الدنيا ماشية معاك وفيه سهولة في مطرة الحمل بيبقى عالي جدا جدا على اللعيب طبعا إن الأرض بتبقى تقيلة شوية بالذات لو بأوروبا الملعب كويسة جدا جدا فيه الأرض فيه مصافي وفيه حاجات حاجات بقى حديثة الدنيا بتبقى متزبطة شوية في بعض الدول العربية بيبقاش الإمكانات زي أوروبا بيبقى برضو الليلة شوية فاللعيبة ممكن تعاني شوية في حتة الحمل بفيه تقل برضو غير ما يكون الملعب مفيش مطرة لأ وغير الحمل كمان فرصة الزحلقة بتبقى عالية جدا في الحالات اللي زي كده التكلم بتعمل في أي وقت وفي أي بس بص اللعيبة الميا برضو بيبقى مؤثر برضو بسيط على بعض اللعيبة بس كل اللعيبة بتاعتنا الليلة عندها خبرات واللعيبة طبعا التانيين بالنسبة لهم عادي لأن الجو عندهم بيبقى نفس المناخ اللي بلعبوا فيه فإن شاء الله احنا نعدل الحتة دي ونعمل لأننا عندنا المباراة اللي هي أوكلان سيتي أو لا أوكلان سيتي لو ربنا كرمنا نعدل مباراة تانية بتاعت سياتل دي اللي هو البطل أمريكا الشمالية لو ربنا كرمنا ممكن نلعب مع ريال مدريد بس هل ناخدها مباراة بمباراة يعني طبعا لو ربنا كرمنا تفوقنا على المباراة الأولية خلاص هيبقى قطعت شوت كبير جدا جدا السقة بتزداد أكتر والأهل قادر يعني تحطينا بظروف زي دي وأصعب من دي وكربنا بيكرم الفرقة والمنظومة كلها بنعدل أدوار اللي بعد كده هل تعتقد كابتن صديق أن التشكيل اللي حنشوفه إن شاء الله في مشاركة النادي الأهلي في النسخة دي من المنديل ممكن يختلف عن التشكيل اللي شفناه الفترة الأخيرة محليا سواء في الدوري أو كاس هو مش يبقى فيه اختلاف كبير هو عودة عبد المنم إن شاء الله يكون ليه دور لأنه هو من لعبة المدى الأساسية في خط الدار بقيت الفرقة معروفة حتة اليمين فيه خالد وفيه محمد هاني أكيد واحد فيهم يلعب والاتنين في المكان إضافة وماشيين جواس جدا عالي معلول نفس الكلام الحتة اللي في نص الملعب الحمد لله دلوقتي عندنا لعيبة كويسة جدا وكتير في نفس المركز وعودة اللعيبة اللي كان من بعيد اللي جات برضو للنادي الأهلي سواء الجداد أو اللعيبة اللي كانوا موجودين قبل كده للرجوع المستوام زي أفسر وحسين وعودة كهرابة وطهر محمد طهر وعندك ديانج هو ضربها الحقيقة بإذن الله بإذن الله بإذن الله سرحت كده في الأسماء أو حاليك بتقولها بالترتيب ده لحنا عندنا كتيبة محترمة بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإستوفيق ربنا قبل أي شيء لأنه أنت ممكن دخل على المباراة زي مباراة سيزا مالك كل الناس خط الظهر ناقص ستة سبعة نص ملعب ناقص ثمانية مش عاب إيه لا النادي الأهلي الناس اللي موجودة بتأدي وليها دور أصلا أي حد ما موجود في الفرقة النادي الأهلي هينزل يأدي بكوة بس هي بتفرق أن العيبي اللي رجليه في الملعب عنده خبرات أكتر وأكثر جهزية فأنا شايف الموجودين بإذن الله بإذن الله الله يكون فوال المدرب لأنه يختار الفرقة من ضمن المجموعة دي وفي ناس هتطلع برا برا الناس القايمة برضو لأن النادي الأهلي محكوم بعدد معيج هل اللي مش دوت يعني أقل من الموجودين لا بس هي احتياجات المراكز والناس الفرمة اللي موجودة دلوقتي هي لا تخش ويمنها في المقام الأول النادي الأهلي يحقق المطلوب منه في البطولة دي فهو توفيق ربنا بإذن الله وأنا شايف الكابتن الخطيب بسم الله ماشاء الله كعادته يعني بيحب يقفل على الفرقة تركيز عالي جدا جدا من اجتماعات جانبية بالفريق بالبيعثة كلها دايما الحقيقة وجوده وترقصه لأي بيعثة للنادي الأهلي بيبقى لها دايما انعكسات طيبة جدا أكيد لأنه حاس ذي من قبل كلاعب كرة وكمسؤول فلما يكون واحد بالذات لعيب كرة وتحط في موقف ذا دا عارف إذن يدور في زي لعيب كرة عارف نفسية والمناخ والنفسية وعايز يهيقلوا الجو اللي هم يعني لجل قبل كده ممكن الأجواء دي ما كانش متوفرة لهم حتة الانضباطية أكتر الالتزام آه اللعيبة بتلتزم في نادي الأهلي وبعض الأندية بس الفترة دي الالتزام بيبقى أقوى بكتير بكتير لأن الحدث أكبر من السابق دا كاس عالم الأندية تمثل مصر رقم واحد تمثل نادي الأهلي وإحنا بنطمح وبنتعشم في ربنا إن شاء الله إن نحقق مركز أعلم التالت كمان دي هتيجي طبعا توفيق ربنا اجتهاد اللعبين وزي ما قلت لك المباراة الأولية إن شاء الله لو اتفوقنا على أوكلند وعدينا المباراة دي الدنيا بعد كده هتبقى ماشي كويس ومفيرتي يحيى للمدرب واللعيبة وقعتم فيه ثقة خلاص بقى اتولدت بعد الفوز دا إن شاء الله إن نتحقق بس أنا شايف حدك بتتكلم بقدر ملحوظ من الطمأنينة معنى كده فيش حاجة خايف منها فيش حاجة ألقاك لا أكيد بس ما اللي مش هيخاف مش هيسلم زي ما بقوله خاف سلم أما خاف سلم بس الخوف بتاعي مش إن أنا نزل بقى خايف لا أنا عندي ثقة في ربنا قبل أي شيء وفي العيبة نادي الأهلي أنت مش بتتكلم على الفريق الحمد لله الفترة دي غير الفترة اللي فاتت فيه تنظيم وفيه تركيزة عالي جدا جدا زي ما قلت لحضراتك هو ماشي من هنا لو أنت ماشي من هنا التاني ولا التالت في الدوري هتبقى الدنيا فيه اهتزاز في المدرب في اللعيبة في المنظومة كلها إنما السقة وكل السقة في المنظومة كلها في المدير الفني في اللعيبة كل الجهاز الفني بالكامل من أول غرفة الملابس لحد المسؤولين على اللي هما بيختاروا الفرقة الناس مركزة والناس دي مديها طمأنينة للنادي الأهلي وجماهيري وبعدين زي ما حضراتك تفضلت الإدارة ما بتبخلش على الفريق شوف لآخر لحظة بيرحوا خطف لك واحد من هنا واحد من هنا بيجيب لك أحسن لعيبة على مستوى عالي جدا جدا وحاجات مقامش في الحسبان آخر خطفة منهم عجبتك آه طبعا طبعا حاجة محترمة جدا اللي هو القندوسي دي يعني طبعا لعيب مميز نص ملعب وهم زعلوا عليه جدا أنه ميشي بس طبعا الصفقة كويسة ليهم ولينا احنا لينا احنا فنيا وللعيب نفسه بطبيعة الحاجة لا لا اللعيب ده إنجاز لي فيه حتة برضو كابتن كريم اللعيبة لجاءت النادي الأهلي اللعيبة طبعا حظها كويس جدا جدا إن فيه ممكن لعيب ييجي بعد أسبوع بيشارك في كاس عالم للأندية طبعا كل تأدير والاحترام للأندية اللي كانوا فيها سواء خارج مصر أو داخل مصر كان من رابع المستحيلات أو بيبقى صعب جدا ما بيش حاجة مستحيلة طبعا على ربنا وعلى أي فريق بيشارك في أي بطولة ممكن ورد جدا تلاقي واحد في الاتحاد بعد كده الاتحاد يطلع فوق في الزمالك في الإسماعيلي بس هي عشان النادي الأهلي عنده متمرس فرص التواجده في المحافل الرياضية كلها أكبر بكتير متمرس في البطولات الخارجية وبيربح الحمد لله في أفريقيا فتلاقيه ليه دور وليه دور كبير فالعيب اللي بيجي ممكن واحد يجي بعد أسبوع أو العشرة أيام أو شهر تلاقيه بواخد بطول أو داخل بطولة كرية واخد مركز ثالث أو شارك في كاس عالم الاندي حصلت معكز العيب من أفريقيا طبعا ولعيبة جات برضو محلية اشترك ويوقع قالي لعب خدمة دي لو هو موجود في المكان اللي هو فيه كل التأدير والاحترام من الأماكن اللي كان فيها صعب جدا أن يشارك في كاس عالم الاندي أنا مش فاكر كان أنا لعب اللي كان جاي ومش فاكر إمتى مش عايزين نقول الأسايم عشان لأ من غير بس أنا عايزة عايزة أقرب بس على الأقل اللي كان إمتى على الأقل فيه لعيب ما جيه في وقت بالوقات تقريبا في خلال ترى تربعة أيام من وصوله وانضمامه فيه لعيب أفاركة كتير أفاركة وفيه كل اللي موجودين دول الحق أو موديليات موديانجة حق أو برستة أو حق أو عبد المنعم لما جئ كان في المنتخب وليه بكاس عالم وياخد بطولة كل الناس ما بتحصلش مع أقلية تانية ما بتحصلش طب ما أنا بقول لك أول حاجة نعطي كل واحد حق يعني بقول كل التأدير والاحترام مش بقلل منه بس إحنا على الواقع وعلى الأرض وورا وقلم الأهلي هو المتسيد طبعا الأهلي مصدر السعادة لجمهير مصر وبصفة خاصة جمهير نادي الأهلي العظيمة اللي هي وقفة وورا نادي الأهلي فعلى قد ما بيكون متاح عشان كده أنا بقول لحضرناك الإدارة وعلى قصوم الكابتن الخطيب ربنا يديله الصحة آمين يا رب بيجيب اللعيبة المميزة لنادي الأهلي عشان عايز نادي أهلي يبقى في الحتة اللي هو المفروض متواجد فيها الكابتن الخطيب يعني ربنا ديرتول تروم ممكن فترة ببقاش رئيس نادي الإدارة دي ببقاش موجودة هيجي إدارة تانية الجازة فاندقا يمشي العيبة دي كلها ببطل اللي موجود الكيان النادي الأهلي طبعا فلا ييجي إن شاء الله هتلاقيه هو اللي إيه بيكمل مسيح والسنادي هو اللي موجود فاللي يجي لازم يحافظ على المكانة دي فالإدارة بتشتغل والناس بتكتهد عشان لازم بيحافظوا زي ما استلموا الكيان بيسلموا يكون أعلى في الرصيد البطلات فالحقا دي بتبقى مميزة فعشان كي أقول لك مش بنحسد العيبة ده أنا بقى بسعيد جدا أما العيبة دي بتيجي النادي الأهلي وبتاخد بطلات وبتعمل تاريخ النفسية وبرضو زي ما بقول برضو هنعيد تاني الشناوي حسابه صح كل التأدير لي عشان عايز رصيده يبقى يزيد هو موجود داخل المنظوم فإن شاء الله ربنا أكرم بإذن الله وإن شاء الله في حاجات كتير قدامنا ده سواء في الدور كمال لما اتطرقت لها هتفرم معنا إن شاء الله على ذكر بقى حالك كنت تقول بشوية جمهور النادي الأهلي العظيم ما تيجي نقفش ثواني قدام جمهور النادي الأهلي العظيم لأن في حاجة مش عارف بوك حالك تبقى شايفها إزاي الأهلي إحنا متفقين إن هو دايما بيشارك وبمطهق قوة ده إما كانش بيحصل على كل البطولات اللي هو بيشارك فيها تمام وده ودانا خلنا راحين جايين حتى على كاس العالم للأندية حالك من شوية قلت إيه كاس العالم طبعا حاجة فرحما جدا حدث كبير حدث كبير إيه بقى حكاية الجمهور اللي ممكن تبقى أنت واخد بطولة أفريقيا واخد مثلا مركز متقدم أو ميداليا في كاس العالم للأندية ويقفش موت لو ما خدش الدولي بص حدراك ما هو زي ما أنا بقول لك إيه كله بيسلم بعضه طبعا الجمهور بيسلم بعضه بيتورس زي ما الإدارات زي ما قلت حدراك طبعا كان اللي موجود ونفس الخواص هي هي اللي موجود بيسلموا الأجيال اللي بعد يوم الجيل اللي بعده بييجي بييجي شجع نادل أهلي بيستلم المهام مكان والده مكان أخوه الكبير في الأسرة طبعا فبيجيب التاريخ والأهلي يحقق بطلال كتير فدول عايزين يحضروا زي ما والده حضر زي ما أخوه الكبير حضر زي ما والدته حضرت فعايزين يبقوا هما في انتعاشة وفرحة والسعادة اللي النادي الأهلي صدرها لأهليهم هما عايزين والأهلي صدرها لهم برضو ويبقوا مبسوطين بالنتائج بالبطلال بالإنجازات بلعبة النادي الأهلي المنادي الأهلي ممكن ده ممكن يتحقق في حال حصول النادي الأهلي وده اللي بيحصل دايما على البطولات اللي هو بيشارك فيها ليه بيجوا عبد الدوري ويقفشوا ليه بقى ما هما حاجة متعودين عليها يعني انت مثلا كل يوم عمال أجيب لك مثلا كباب 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 هاجي في يوم أجيب لك مثلا فول وطعمية الدايق انت خلاص تعودت على الكباب حاجة بقى الدوري ده بالنسبة لجمهور الأهلي مزاج جمهور الأهلي بس جمهور الأهلي ومفيش تفسير تاريخ غير كده بيحب بيحب الدوري ده لأنه هو تعود عليه ساعات الكاس ممكن تغرب منك عادي انما الدوري بالذات بطولة غالية جدا جدا وبطولة قوية اي حد ياخد الكاس ممكن بفرقة درجة تانية تيجي تتوفق كاسي بماتشين تلاتة دخل قبل النهائي النهائي تتوفق وفيه فرق كتير سوية 17 مباراة 17 مباراة البطل لازم يكسب الناس كلها ولازم يبعدوا نفس أطول عنده صف تاني عنده لعبة كويسة جدا جدا عنده مثلا مغزون من الخبرات كبير جدا اللي لعبته والناس اللي بتتعامل فالدورة عشان كده بيبقى قايم جدا جدا سيبك من الموضوع المادي ان الحافز بتاعه مثلا بيبقى ليل أو حاجة غير الدول الأوروبية البطولات بره بيبقى في حافز كبير جدا جدا يا كابتن كريم إنما مثلا هنا البطولة الدرع ده بيعني الكثير لجمهير النادي وزي ما تشوف كل واحد مثلا ده اللي بيجي ببرا النادي بيصور مع الدرع بيبقى فرحان جدا 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 إنه هو الصور مع الدرع داخل النادي الأهلي بعض الإخوة الأصدقاء عندنا فيه برا النخلة يعني يجبوا الصور في النادي الأهلي مش عاديوا لك ما بيناموش ما بص حاجة حاجة يعني مفرحة جدا جدا ما بالك اللعيبة بقى تعودوا على الدوري دوت وجمهور النادي الأهلي لاغين عن الدوري السنة اللي بيسقط مننا أو سنتين فيه ظروف بيبقى عندنا حاجات مثلا بتبقى خارجة عن أراضيتنا مثلا تجديد الفريق ظروف تحكمية ظروف مشاكل بتاع بس هو ده رقم واحد لازم عشان كده جميل الأهلي تحب البطولة دي تعشقها غير البطولات كلها طب تعالا نسيب بطولة الدوري وروح للمرة تانية نادي جعل كمل كلامنا في كاس العالم للأندية هل الغيابات الموجودة في صفوف النادي الأهلي مقلقة بالنسبة لك بأي شكل من الأشكال هو الحمد لله يعني بس الغيابات مش هتبقى مؤثرة جدا الناس اللي تطلع برك قيمة لأن العدد اللعيبة المتوفر للجهزة الفني مميز جدا جدا وكتير ما شاء الله نقول لك اللي يكون فوال مدرب في الاختيارات فأنت إيه اللي قلقك وأنا برضه وضح لك الرؤية حيث خط الظهر الحمد لله مفيش قلق عودة عبد المنعم بإذن الله مع علي معلول مع هاني مع خالد يعني بص الناس وفيه برضه البنك هيبقى عليه لعيبة كويسة موجودة برا الخط الظهر عندك الناس اللي برا هيبقى ليها دور مؤثر لو نزلت نفس الكلام في نص ملعب بإذن الله بإذن الله العدد مكتمل أنا عدت لك حوالي خمسة ستة نص ملعب هيلعب منهم ثلاث حتة النص التلت الأخراني عندك كهربا وبرضه الحتة بتاعت الاتراف طاهر أو حسين أفشة الناس اللي بتكمل فوق لا فيه لعيبة وعدين برضه اللعيبة الجدد ممكن تلاقي ليهم دور يعني ممكن تلاقي كريس بودا تلاقيه بيلعب المدرب هيختار التشكيل اللي هو خريسه ده ممكن يبقى ليه دور ففيه عدد وفيه وفرة من اللعيبة لو فيه واحد أو اتنين ومستبعدين فأنت دي ما تقلقكش ولا تقلق جمهور النادي العلي الناس موجودة بشكل جيد واتمرنوا وزي مولت الحضرتك ماشيين من هنا ومستعدين ومفنشين يعني في البطولة هنا احنا الأول وفيه ارتهاج حية عند المدرب بس هو الحالة بتاعت اللعيبة في يوم المباراة دي هي اللي تقلقك ماشي ان الغيابات انا شايف مفيش غيابات كتير ان شاء الله الناس كلها متواجدة لان برضو حالة اللعيب يوم المباراة دي بتفرق مع المدير الفني وبتفرق مع النادي حالته بمعنى يعني استعداده معنويا ونفسيا وبداية المباراة ويخش بكوة يعني بس مطش الهلال اللي احنا كسدنا ربعة تركيز عالي جدا 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 الحالة اللعيبة كانت في الطب اللي ياسر ابراهيم جاب فيه جونيد نازلين يعني المطش لو لو تعاد متمر الهلال يكسب خمسة ستة سبعة فرقة كلها كانت كويسة كلها كانت كويسة بالناس اللي غيرت لان النادي الاهلي ساعتها كان فيه ضغط غير عادي اعلاميا على فرقة النادي الاهلي والهلالة عنده تسعة محترفين وعنده لعيبة كبار جدا ولعيبة دفعين فيها فلوس كتير ومحترفين على مستوى عالي جدا والهلالة لما تصدر الاهلي لما يركز بده شكل تحدي بقى طبعا تحدي ويوم المباراة اللعيبة كانت في فرمة عالية جدا 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 دي بتفرق مع المدير الفني حالة اللعيبة دي ما لهاش دعوة بقى ولا بتاكتك ولا بالبدنية عالي جدا كل الحدي كلها انما الحالة بتيجي بقى اللعيب نازل موفق وبينزل الكرة بص هتلاقيها متوعاة كذين بيقولوا ما شفت شريف مطش النادي الاهلي ايوا طبعا الكرة جاءت عارضيها بتاع تعالي معلو ممكن ديجي بمطشات تانية عملها كتا لها تراحى مثلا بايد خان لها تراحى بص جون طبعا جون هايل هايل جون حلو جدا جدا نفس الكلام كهرباء بتاعت حمدي فتحي على صدره وحصلاحك كهرباء جون يتدرس يعني ما نزلتش الارض اللي تلعبت ففيه حاجات بقى دي بقى اللعيبة بقى حمدي فتحي كان مبدع مبدع في مبارات الزمالكة فان شاء الله لما يكون اللعيبة مركزة والحمد لله الفتن ستعمى علي جدا ونزلين اليقظين والبدنية عليها دي متوقفة على الحالة من البراء فإحنا ان شاء الله بنتمنى اللعيبة تبقى حالتها كويسة هي دي اللي احنا عايزين يعني رؤيتك بقى للمدير الفني مارسل كولر ويتعمله مع اللعيبة نفسيا وتدريبيا وطريق توجيهاته من أول لحظة جاي فيه هو بسم الله ما شاء الله يعني نمسك الخشب يعني هو من ساعة ما جاء هو الرجل مركز عنده حماس غير عادي عنده لما دخل المنظومة بسرعة عنده ارتاحية في التحامل مع منظومة النادي الأهلي موفر له كل حاجة هو رجل كمان بيحب الشغل ومجتهد جدا جدا وكمان كرة ممكن تيجي بفترة تعاني مع مدرب وكرة تساعده لا الفترة الأخيرة النتائج الحمد لله مرضية للنادي الأهلي مع المدرب ده واختياراته موفقة جدا ممكن يسقط منه ماتش أو ماتشين في مثلا حتة الأداء بس الحمد لله الهدف أن أنت بتاخد ثلاث نقاط وكل ما بيقعد فترة كبيرة مع النادي الأهلي كل ما الرؤية بتضح أكتر للعيبة كلها بالنسبة لي هو بيبقى عنده الاختيارات وعنده ارتاحية للعيبة كلها خلاص دخل النادي الأهلي من أول يوم اندمج شغله على الأرض باين تعاملاته وعنده حتة الهدوء راجل هادي جدا جدا بص على الخط بيجي تعامل في حتة قراءة المباراة حتة التغييرات ما شاء الله ربنا يوفقه الفترة اللي جاية ويكمل كده لأن فيه مدرب بيجي برضه بدل دنيا مكهربة بالنسبة يعني بعض الأندية التانية مدرب ما ماشي كويس يجي بفترة تهرب منه تلاقيه لوش لا عارف يغير وممكن النتائج تروح ملغبطة التركيز راح خلاص فقد الحتة وممكن هو نفسه يروح زي بحصة المؤخر راح لا ما بيروحوا كتير عندك خمسة تغييره في مصر سنبتكلم على فكر المدرب يكون كبير والنتائج ما تساعدهش أو فيه ضغوطات عليه هربت منه ما لا يعرف يغير ولا يعرف تعالي مع المباراة وممكن أن أنت تيجي مثلا تكسب مدرب بسبب أنه يساعدك في تغييراته بسكرة واضحة فرقة الحمد لله يا ربين يوفقهم بس هو الراجل المدرب هادي جدا يعني تعرف الجماعة بتاع سويسرة يعني بص هدوء ما هو على الأرض متوفق وشغله باين وإن شاء الله حق إنجازات مع نادل ألي قدر ياخد الصبر من زمالك لوقتي متصدر خد مثلا الكاس الحاجات دي كلها بتتضفله وبتديله مع نويات عالية جدا جدا وهو شغال جوا النادي الأهل في ميزة كويسة الحمد لله الحمد لله المدرب اللي بيجي بيشتغل وبيندمج مع المنظومة بيعيش زي بقوله ايه في حتة تانية خالص طبع ما فيش دغوطات عليه طبع والأهل ما بيقرفش مدرب أو ما بيزعلش مدرب مدرب بيسيب له مدرب لحد المدرب صحيح ييقرف نفسه طبع يهو يطلع بره المنظومة طبع بنتيجه بتصرفاته في المباريات في تغييراته بيلاقي نفسه بيعد إنما الحمد لله الأهل موفر له كل حاجة فهو اللي بيكتهد ومعاه جهاز فني محترم وبرضه بنحقي يسامي أمسان راجل شغال كويس جدا جدا معاه صحيح وبيساعدوا بكل اكتهاد وإخلاص ومميز ويحب اللعبة جدا ووفر له برضو وكابتن سيدة على حافيز مدير الكرة كل المنظومة كلها بتشتغل لمساعدة الراجل ده وهم بيشتغلوا في الكياب بس بيخلوه مرتاح لأن لو مش مرتاح ممكن ما بقاش متزبط في الملح فهو يعني في قبول عليه تجاه جميل نادل أهلي قبول ملاحة الأدارة الفترة اللي جاية دي برضو مقياس مش أقول حقيقي لا مقياس قوي عشان برضو إيه المباشرات دي عايزة تعامل باحترافية نتقابل مستوى أعلى من الدور المصر في حتة التشكيل في حتة التاكتك اللي يلعبين فريق من إسبانيا وفريق من البرازيل ومدارس حتى كروية مختلفة عندهم فكر وعندهم ثقافة عالية مش أقول على من إينا قلاص عدينا المرحلة دي عندنا ثقافة عالية جدا واللعبة بقت محترفين بتاعتنا كلها بس هو يتعامل بقى في المباراة إن شاء الله بيلعب بتاكتك معين ربنا يوفقه بالطريقة اللي يلعب بيها لعيبة تنفذ شغله هيبان لو توفقنا بإذن الله إن شاء الله المباراة الأولية هتبقى مفتاح كويس إن انت تبقى ماشي في سكة كويسة دي برضو متوقفة على اللعبة وإن شاء الله عليه هو برضو طب أنا عايز أستعال حداك على تفصيلة وطبعا حداك مرد بيها يعني وقتا ما كنت بتلعب يعني وقتا ما كنت تلاعب في النادي الأهلي لو افترضنا إن انت بصدد التعامل مع اتنين مدرأ فنين اتنين مدربين وحنقول إن الاتنين نفس المستوى ونفس الكفاءة ونفس القدرة على امتلاك أدواتهم تمام؟ لكن واحد منهم حماسي قوي اللي هو من نوع اللي يخليك تنزل عايز تاكل النجيل أسامي بيتهال واحد تاني من الصنف اللي هو المميس اللي هادي من اللي بيعمل شغل أكتر مع اللعيبة من اللي بيبقى له وقع أكبر مع اللعيبة بس ده لي دور وده لي دور اللي هو بيكون مشدود شوية وعنده حماس ساعات الحماس ده بيفرم مع اللعيبة جامد جدا جدا وساعات بعض الأوقات بينعكس عليه يعني جيب نتيجة عكسية طبعا طبعا انت لما تلعب تحت ضغوطات وتلاقي المدرب مشدود جامد جدا 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 ومتعصب انت بتأثر سواء العب تكورة غلط سواء ما نفسش بعض المهام في الملعب ممكن يتنشنك يخليك تطلع من الموت بتاع المباراة وفيه وقت معين المدرب ده لازم يعمل شوية دول بتكون انت مكسل في الملعب عايز حد يصح صحك هتهرب منك فات ستين دقيقة من المباراة او خمس وسبعين دقيقة والربع ساعة ده عايزك قتال انت خسران ولازم يشدك ليه تواجد بيبقى ليدور فعال جدا جدا المدرب في لحظات الصح صحة دي برضو كلمة حق لازم تتقالف حق جبهير النادي الاهلي خير من يصحصح اللعب المتقاعس الجمهور اللي في المدرب مهدور الجمهور ده مش هقدر نغفله وهنتكلم فيه انت سألتني مش عدم الجمهور سألتني على المدير الفني اللي هو بيبقى مشدود وبيشد لعيبة ومحماسي نيجي بقى للتاني الهادي زي مثلا عيبة برضو ان بيكون مركزين اعلى كل واحد بيحاول عم المهام اللي هو قلاله ممكن ما يتشدش بس ممكن في غرفة الملابس يتشد او يتعصب زي المدرب بتاع اسمه رينار اللي هو كان بتاع المنتخب السعودي دخل ارجنتين بنشوتين زعع ومفعل قلب الدنيا كان لازم الشدة دي نزله كذبه اتنين واحد كانت الفلقة ممكن تتنزل مفيش حماس مسا عند المدرب جوه كان ممكن الارجنتين تجد ثلاثة اربعة لأ تفرق بس ما هوت انت التعليمات او الحاجات اللي انت بتزودها للعيب او اي حاجة تعليمات او اي حاجة لازم في وقت معين اتوصلها ازاي توصلها بشدة بتبقى عليم على اللعيب بتوصلها بهدوء تام هتنزل تعمل كذا ركز انت المطلوب منك كذا انت لعيب كبير كذا فدي بتختلف من المدرب لمدرب بس المدرب الشاطر اللي امتى ينفعل مش على طول عشان لو هربت منه على طول ممكن اللعيبه تكرهه واللعيبه ممكن يمشه ويشكل ضغط مستمر عليهم لا هو اللي بيمشي من اللعيبه لو نفرت من المدرب اصلي مش هيبقى واحد ولا اتنين لو ضغط عليهم كلهم دول 11 فاي حتة في العالم 25 لعيب هم اللي بيعودوا في الناد اللي بيمشي مين مدرب فهي الحتة بتاعي بس ساعات الحماس ليه دور وليه توقيت معين هنا الزكاء التعامل يطلع امتى والهدوء ده يبقى متواجد امتى في الملعب بره الملعب في غرفة الملابس فهي الاتنين مطلوبين بس امتى التعامل امتى هتفعل كل خاصية منهم ايوة انت بقى المعاكل باسورد اللي هتعامل دي وانت معاكل باسورد ويعمل مدربين كتير مثلا مجدودين بس بيجيبوا نتائج ايجابية بيقصوا على اللعيبة لان اللعيبة ممكن تبقى عايزة حد كده وفيه لعيبة يعني بقى مش هقول لها سامي عشان محدش يزعل من يعني بس انا ايه هقولها محبتا في الاسماعيلي انا بحب فريقة الاسماعيلية فيه وقت معايا كان لازم مدرب يكون عنيف جدا جدا وقوي لو كان موجود كان يبقى هم بعيدة عن الحتة اللي هم فيها انما ووضع الاسماعيلي حزن لما نلاقيه كده ويعني متزيل الترتيب حاجة حاجة تزعر من تكلم على فريق كبير دي لها رواصب بقى بس دي لها رواصب وفيها حاجات قديمة ما قدرش اتكلم فيها اللي اتكلم فيها حد مسؤول عن نادر اسماعيل انما اللي بتتكلم فنين صابان علي انه هو يبقى بعيد في الحتة دي لان احنا بنحبه يبقى موجود مع الاهلي اكيد زي ما كانت طول عمر موجود على فكرة الاسماعيلي والمصري والانتحاد السكندري ايوه شوف الاتحاد ما شاء الله مع الأستاذ محمد مسالحي حاجة تفرح الشغالين في هدوء مع مدير فني ما شاء الله هادي جدا وعاملين نتائج كويسة كل الفرق بص الفرق اللي هي عندها ادارات هادية كده بتشتغل هدوء وعندها التزان اتلاقي النتائج إيجابية صحيح حاجات اللي فيها انفعلات وفيها لغبطة تلاقي الفرق بتعاني تبقى كويسة ومدارب عشان نستمتع بممتابعة دوري قول اكيد بتصب اللي صالح المنتخب المصري واقول اول قبل من اي حاجة في المقام الاول نتمنى التوفيق بإذن الله بإذن الله النادي الاهلي بكرة المباراة ان شاء الله ونفرح جميله والنتيجة تكون في صالحنا ونعد المرحلة بعد كده وربنا يوفاهم بإذن الله بإذن الله الله مأمين يا رب العالمين دعوة حلوة نختب بها لقائنا مع حضرتك اللي مشكورك علي جزيلا شكر نورتنا كالعادة الله يخليك الله يخليك أنا كنت سعيد جدا أنا موجود مع حضرتك الله يخليك ما تشرب حضرتك طيب يا حضرات احنا هنطلع فاصل ونرجع بقى على الفقرة الطبية وهي فقرة مسجلة نورتنا فيها دكتورة إيمان المراكبي وكلمنا فيها عن موضوع يهم كتير جدا من حضراتكم وشوفكم على خير إن شاء الله إلى اللقاء